أرجو أن تسمحوا لي أن أنقل لحضرك وللأسف أعتقد دكتوري شام خرج كده آه تخرج آه آه بالضبط آه طيب أستعزن سيادتك باش مهندس لو حضرك تسمح ممكن تستقنف سيادتك لغد ما دكتوري شام خرج علينا تمام فلما مارك في 28 أكتوبر أعلن على الميتا فيرس وعمل فيلم يعني وثائقي أو تسجيلي أو تعريفي بالموضوع ده مدته حوالي 70 دقيقة وبيعرض فيها الشكل الجديد من نمط أو أنماط التواصل الاجتماعي اللي هتبقى موجودة في المستقبل وأطلق عليها ميتا فيرس وميتا فيرس هي كلمة مكونة من شقين الشق الأولاني ميتا وهي كلمة يوناني بمعنى بياند أو موراء وفيرس جاية من اليونيفيرس أو الكون فاحنا بنتكلم فيه موراء الكون أو موراء العالم الوقيع اللي احنا عايشين فيه ببساطة برضو علشان ما نحسش أن الموضوع معقد هي الميتا فيرس بتستخدم تقنيتين رئيسيتين التقنية الأولانية الواقع الافتراضي والتقنية التانية الواقع المعزز الواقع الافتراضي أن أنا بلبس نظارة وبخش فيه منطقة غير لأنا فيها وبشوف حاجة غير لأنا ببقى شايفها دلوقتي ودي بقالها يعني فترات طويلة موجودة ممكن نقول أن هي بقالها أكتر من عشرين سنة أو أكتر لكن كانت دايماً بتبقى عندها مشكلة فيه سرعة الشبكات اللي بتبقى موجودة ما كانتش بتساعد قوي أن الواقع الافتراضي ده يكون موجود اللي هو الفيرش والرياليتي لكن في الفترة الأخيرة ابتدت تستخدم فيه مجالات كتيرة ممكن تلاقي متاحف بتعرض جزء من المقتنيات بتاعتها بالفيرش والرياليتي ألبس النظارة وكأني جوه المتحف وبتحرك جواه وبمسك القطع وبحس بالإحساس بتاعها الألعاب الإلكترونية الحديثة المتطورة اللي بيلعبها الأولاد دلوقتي بيقدر يلبس النظارة ويخش في ألعاب فيها فايتينج وجيمز كده يعني مؤقدة وبيشوف عالم مختلف خالص عن العالم اللي احنا موجودين فيه ده الجزء الخاص بالفيرش والرياليتي الاجمانتد رياليتي إن أنا أجيب حاجة من الواقع الافتراضي أدخلها في الواقع الطبيعي اللي احنا عايشين فيه أبسط مثال على كده حفلاتهم وكرسوم اللي بتتعامل في الأوبرا بالهولوجرام الجمهور قاعد المسرح حقيقي لكن أم كرسوم اللي أرحمها طبعا هي المشحقية هي جاي بالهولوجرام صوت وصورة بـ 3D بالألوان فبتديني إحساس إن هي موجودة قدامنا ده الجزء الثاني اللي هو الاجمانتد رياليتي مارك جمع الاثنين الفيرش والرياليتي والاجمانتد رياليتي في الميتا فيرس فبيسمح لي إن أنا أنتقل عبر الزمان والمكان وقابل حضراتكو بدل ما احنا قاعدين كده كل واحد في بيت ونلبس النظارات ونتقابل كلنا في المجلس الأعلى للثقافة الافتراضي ما هواش الحقيقي أو إن جزء مننا يبقى قاعد في مكان ما وشخص واحد هو اللي مش موجود وهو اللي يجي لنا بالهولوجرام بتاعه يبقى كأنه قاعد معنا مش مجرد التكنولوجي بس لأن الموضوع طبعا فيه شق كبير مرتبط بالبيزنس وشق كبير مرتبط بالتعليم وشق كبير مرتبط بالألعاب وشق كبير مرتبط بالتسلية وما قد راكم ما التسلية طبعا لما تبقى في الميتا فيرس وشق تاني مرتبط بالاستقطاب وشق مرتبط بتغيير المفاهيم والبعد عن الجزور والأصول وإن إحنا نبقى عندنا كده مواطن مالوش ارتباط بأي ثقافة أو بأسرة أو بصداقة أو مرتبط بالعالم الواقعي أنا دايما بقول في التمانينات كان في مجلة من المجلات اللي هي بتاعت الشباب في الوقت ده كانت بتتكلم عن الووكمان الووكمان ساعتها كان اختراع إن انت بدل ما الكاسد كان كبير انت بقى عندك جهاز قد الكاسد بالضبط تحط فيه شريط الكاسد وبتعلقه في الحزام بتاع البنطلون والسماعات في ودانك وماشي تقول ما انت ماشي في السكة بتسمع أغاني بتسمع حاجة غير الراديو الترانزيستور وكانوا طبعا عملين يتكلموا على مميزات وتكنولوجية زي ما احنا ما هنسمع كده من الدكتور محمد خليف عن الميتا فيرس ان ديتيلز وفي الآخر علماء الاجتماع زي الدكتورة عزة وزي أستاذتنا الأستاذة نشوة كانوا بيحذروا من الوكمان إنه هيؤدي إلى عزلة الشباب الشاب اللي هيستعمل الوكمان ده هيبقى عايش متوحد مع هذا الجهاز منفصل عن الواقع مفيش علاقات اجتماعية مفيش أنشطة اجتماعية بيقوم بيها وده تأثيراته كبيرة جدا طبعا الكلام ده مثلا سنة 83 ولا 84 كوميدي جدا بالنسبة للي حصل لنا مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي ابتدينا نتسرسب فيها ورجلنا تغرس فيها خطوة بخطوة من 2005 لغاية ما وصلنا ليوم 28 أكتوبر 2021 عندما أعلن مارك زوكربيرج المرحلة التانية من التواصل الاجتماعي الثلاثي الأبعاد باستخدام النظارات وخلافه أنا مش عايزة أطيل إحنا ممكن نبتدي ناخد من الدكتور محمد خليف اللمحة التكنولوجية عن ما جرى وما سيجري مع مارك ورفاقه فضل يا دكتور تمام سأل خير على حضراتكم طبعا أنا يعني يساعدني أن أكون وسط هذه الكوكبة الجميلة حقيقة وبنتحدث في موضوع مهم حقيقة أن أنا يعني أي تكنولوجية جديدة لها طبعا الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية الموضوع كله مرتبط بإحنا بنتناولها إزاي وإزاي إحنا بنبقى مؤثرين في التكنولوجيا دي يعني إحنا لو ولينا تأثير ولينا تدخل ولينا قدرة على تطوير وتطوير التكنولوجيا دي بما يتوافق مع مجتمعاتنا بما يتوافق مع تقاليدنا بما يتوافق مع عرفنا فإحنا بنبدي البديل الآمن لأطفالنا لشبابنا لكل إن هما يقدروا يشوفوا الحاجة اللي هما عايزنا بدون ما نؤثر على حريتهم والتكنولوجيا يعني بتجعل موضوع الحرية ده موضوع مفروغ منه ما فيش يعني موضوع في أفكار الرقابة وعلى التكنولوجيا وعلى فضائل الإنترنت والكلام ده يعني صعبة جدا وشير بمستحيل إن أنت توصل لمنع بنسبة 100% فإحنا محتاجين إن إحنا نشتغل على الماينسيت أو عقلية الناس أو المستخدمين اللي بيشتغلوا والثقافة الرقمية لهم وده شيء أساسي عودة بقى لموضوع الميتافيرس الميتافيرس إحنا يعني استخدامنا الإنترنت دايما إحنا نتفرد بندخل على الكمبيوتر بندخل نسرش مثلا على جوجل أو نستخدم التطبيقات المختلفة على أجهزة الحاسب ندخل على الإنترنت وخلافه فإحنا داوما في حاجز فيزيكي أو حاجز فيزيائي بيننا وبين التعامل مع الإنترنت الحاجز ده بيكون من خلال الشاشة اللي أنت بتتعامل معها أنت بتحاول أنك تأخذ بيانات تأخذ معلومات تتعامل مع كاميرا وخلافه مع الميتافيرس أنت هتبقى داخل الحدث هتبقى داخل الحدث بالتكنولوجيا بنقول أنه فيه يعني أحد الأمثلة اللي إحنا ممكن نتكلم عليها أنه في الميتافيرس أنت قاعد جوه كأنك قاعد جوه الكمبيوتر كأنك قاعد جوه الحدث كأنك بتتكلم طبعا ممكن مع صديق فالصديق ده بيشتري بيدلك أو أثناء الحوار أنه فيه مثلا شنطة أو لابتوب جديد أو حاجة بمواصفات جيدة فبيجي يحكي لك أنه هو اشتري كذا أو عمل كذا وفي الحالة دي بيطلع له في الفضاء التخيلي ده بيطلع شكل اللابتوب اللي هو بيتكلم عليه ويبتدي يشرح لصديقه المواصفات بتاعته عمليا من خلال الديجتال توين أو توقم الجهاز اللي هو اشتريه ده بس في الصورة اللي في الفراغ أو في صورة الفضاء الإلكتروني اللي احنا بنتكلم عليه تمام؟ وبالتالي وهو بيشرح بيبين مواصفات اللابتوب اللي هو اشتريه وممكن صديقه يعني يحب فكرة اللابتوب ده فيقدر أنه هو عن طريق الإنترنت لأنه كل ده متوصل بالإنترنت يشوف اللابتوب ده بيباع فين ويدخل يعمل نوع من أنواع الكاستمايزيشن أو الطلب اللي اللابتوب اللي صديقه ده حكاله عليه احنا بنتكلم على تجربة جديدة في التجارة الإلكترونية مختلفة تماماً عن التجربة السابقة وبالتالي ده أحد تطبيقات الميتافيرس اللي احنا بنقول عليه مستقبل التجارة الإلكترونية في ما هو قادم وده بيقضي على مشكلة من مشاكل التجارة الإلكترونية الحالية أنت حالياً بتلاقي الناس اللي عاملين في موضوعات التجارة الإلكترونية بأول يعني أكبر هاجز عندهم أن المستخدم بيدخل يدور على الحاجة وبعدين بيوصل عند الـ check out أو مرحلة الـ payment أو أنهما يدفع فيضطر يتلاقيه ما اشتريهش لسبب أو لآخر لسبب لعدم الثقة لأن الحاجز الفيزيكي أو الحاجز الفيزيائي بيننا وبين الأجهزة وبين عالم الإنترنت حاجز لسه كبير الميتافيرس بيحاول يتعدى هذا الحاجز منهما بيديك تجربة طبيعية للحاجز اللي أنت بتشتريها تقدر تشوفها عن قرب تدورها تدورها تشوف المواصفات بتاعتها تتكلم مع حد عنها وتسأله ممكن الحد ده يكون البياع اللي بيبيعها لك وبالتالي أنت في الحالة دي فيه عندك تجربة البريكا مورتر اللي هو المحل الطبيعي اللي أنت بتروحه وبتضطر تروحه بعد ساعات علشان عايز تاخد تجربة الشراء الطبيعية أنت ممكن تاخد نفس التجربة دي عن طريق الميتافيرس فاحنا الميتافيرس هنا له جانب إيجابي مهم جداً فيه جانب إيجابي كمان مختبط بالتعليم التعليم احنا شفنا الفترة اللي فاتت أثناء كورونا كله دخل على زوم وعلى تطبيقات التعليم عن طريق الإنترنت والناس المدربين والناس اللي اشتغلت أو شغالت في الدمعة كان دايماً الشكوى بتاعتها الرئيسية هي التفاعل قلة التفاعل نتيجة هذا النوع من التعليم وده أدى طبعاً لعدم كفاءة كبيرة جداً للتعليم والناس كلها حست عالمياً بهذا الموضوع بالميتافيرس هيبقى في عملية التفاعل هي تكون متاحة الناس تبقى أنها قاعدة كمان في الفصل وبتتفاعل بشكلها الطبيعي مع الأستاذ والمعلم والمعلم هنا رغم أنه ممكن يكون في أمريكا والطلبة بتوعه مثلاً في مصر أو في الهند أو أي في أي دولة في العالم فبيحصل عملية التفاعل الأونلاين بطريقة كبيرة الطبقة كبيرة جداً وخطيرة ولكن يعني برضو في جانب سلبي إحنا في جوانب سلبية طيب البيانات اللي هي هتبقى موجودة دي هل هيتم تأمينها هيتم تأمينها إزاي هل كل الناس اللي عندنا اللي هتدخل هيبقى عندها الثقافة الرقمية الكافية إن هي تتعامل مع هذا النوع من الطبيعات ولا لأ ما نيجي نتكلم كمان على إيه نوعية الطبيعات اللي هتبقى موجودة على الميتافيرس هل هي كلها تطبيعات هنبقى إحنا عندنا القدرة إن إحنا نعمل المحتوى العربي المناسب للتطبيعات للميتافيرس واللي هو هيخلي المواطنين مثلا المصريين أو العرب إن هم يقدروا يستفيدوا منه ففي جانب إيجابي وفي جانب سلبي في جانب آخر مرتبط بالجانب الاقتصادي برضو ويحب القي الضوء عليه إن الميتافيرس هتودي أو هتدي فرصة كبيرة جدا للشركات النشأة الشركات النشأة هنا هيبقى عندها فرص كبيرة لأن إنت مثلا على سبيل المثال لو نتكلم على السياحة الشركات التي شغال في السياحة السياحة تأثرت جدا في فترة كورونا مع وجود الميتافيرس هيبقى فيه اتجاه لوجود التجربة الرقمية أو العالم السياحة الأصهار والمعابد والحاجات دي كلها ممكن تكون موجودة بتوأم رقمي لها موجود على الميتافيرس والناس تقدر أنها تشتري زيارات عليها طيب مين بقى اللي يقدر أنه يتبنى الموضوع ده لازم يبقى فيه خطة لنا كدولة أن نتوادد بأكبر قدر من الكونتينت ونحمي الملكية الفكرية طبعا ده الدكتور محمد حجازي بقى هيكلبنا أكيد على النقطة دي الملكية الفكرية للمنتج الثقافي والحضاري المصري أنه محدش يسرقه لازم أولا أن نتحرك نبقى برو أكتف أن نعمل المحتوى المناسب للحضارة المصرية المعابد الأهرامات كل الأثار بتاعتنا تبقى موجودة وده ممكن تشتغل عليها شركات ناشئة مش لازم نكبل الدولة بأحمال ما فيش داعي لها وفي نفس الوقت حماية ده بطريقة قانونية لأن ممكن الناس تاخد الموضوع وتاخدوا في سكة مختلفة فإحنا عندنا تطبيقات كثيرة جدا لل لموضوع الميتافيرس هتبقى مهمة وعظيمة وفي مخاطر أو في تحديات طبعا معنا اللي هو محمود الرشيدي كمان مساعد وزير الداخلية الأسبق يعني ممكن يؤكد بقى في وقت وحينه إن في كمان أخطار أمنية ممكن تبقى متعلقة في الموضوع أهم شيء وإحنا بنعمل نصمم تطبيقات الميتافيرس العربية أو المصرية أو الوطنية لازم يكون عندنا دراسة لسلوكيات المستخدم المصري ونكون بنقدم أفضل تجربة له وبحيث أنه يقدر يستغنى عن أي نوع من أنواع تجربة المصرية اللي هتكون موجودة وده يتيح لنا إن إحنا نقدم يعني يعني نوع جديد من التجربة أو التجربة الجيدة الفكرة في نهاية عشان ما أخدش أكتر من كده في الوقت ودي الفرصة للسادة الزملاء إن إحنا محتاجين نعمل تحديد ل الباوندريز أو تحديد لحدود التأثير لازم محتاجين نعرف حدود التأثير مش عايزين ننزعج بدرجة مبالغ فيها ومش عايزين نتهاون بدرجة كبيرة هم هتجين نخطط للقادم نفهمه بشكل جيد نقدر إن إحنا نشتغل على الموضوع من منظور عملي وواقعي بدون خوف وبدون ألأ لأن في النهاية التكنولوجيا لا يمكن وقفها يعني مش هنقدر نوقف التكنولوجيا هنقدر نتعامل معها بزكاء وبحرفية علشان نقدر نطوعها لما نريد أشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد أنا معلش أنا عملت خطأ يعني شنيع في الأول إن أنا ما قدمتش حضراتكم فاعذروني يعني معلش إحنا طبعا لو تسمح لي برضو لو تسمح لي باش مواننس هو دكتور هشام رجع لنا طيب بعد ما تقدم طبعا نستزد بحركة تانية خلاص نبتدي من أول دكتور محمد قول الكلام ده تاني طيب طيب دكتور صحبا دكتور فاحنا عندنا طبعا يعني الكاتبة الصحفية كبيرة الأستاذة نشوى الحوفي مدير النشوى الثقافي بدار نهضة مصر مشرفانا في الندوة معانا الأستاذة الدكتورة عزة فتحي أستاذ منهج علم الاجتماع بجمعة عين شمس ومعانا الأستاذ الدكتور محمد خليف واستشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال وعضوا معانا في لجنة الثقافة الرقمية ومعانا الدكتور محمد حجازي استشاري التشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية ورئيس السابق للجنة التشريعات بوزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا بنشرف بوجوده معانا عضو في لجنة الثقافة الرقمية ومعانا الدكتور هشام عزمي تفضل يا دكتور دكتور هشام حضرتك حضرتك ميوتد يا دكتور المايك يا دكتور هشام لو سمعنا مسألة حانية بعتذر عن التكنيكا اللي حصلت أنا شاعت الحقيقة حضرتكم سمعتوني الحدفين وإذا كنتوا سمعيني كويس دلوقتي تمامين حضرتك يا دكتور تمامين حضرتك اتفضل فهمك أنا كنت بس الحقيقة أعتقد أن أنا كنت بدأت يعني قلت أن أنا اسمحوا لي بداية أن أنا أنقل لحضرتكم تحيات معالي وزيرة الثقافة الأساسة الدكتورة إيناس عبدالدائم التي تنقل هذه الندوة تحت رعايتها والحقيقة أنا يعني لن أطيل لكن أنا في يعني في نقاط أساسية سريعة أولا أنا سعيد جدا من أنقاد هذه الندوة لأنها بتأتي في وقتها تماما في وقت يعني شغل في العالم كله بما تم إعلانه من حوالي أسبوعين من قبل مارك عن الميتافيرس والحقيقة والحقيقة أنه أنا لم أستغرب هذا الاهتمام لأنه لو حضرككم تتذكروا موضوع شبكات التواصل الاجتماعي وكل الأبليكيشنز اللي الناس بتستخدمها الآن أصبح لها حضور طاغي لا يمكن أن أغفله ولا يمكن أن ننكره عندما حدث الديس كونكشن أو الانقطاع من حوالي شهر أو أكتر قليلا وانقطع العالم لمدة خمس أو ست ساعات أعتقد أنه الكل استشعر مدى ما تمثله هذه التطبيقات من أهمية لدى العالم ككل فعندما يأتي المؤسس أكبر شبكة التواصل الاجتماعي موجودة في العالم ليعلن أننا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة فلابد أن نتوقف ولابد أن نراقب ولابد أن ندرس ولابد أن نكون حاضرين وجاهزين ونقطة الجاهزية الحقيقة دي نقطة مهمة جدا أنا يعني دائما بأركز عليها والجاهزية التي أتحدث عنها ليس فقط من حيث الانفرستركشور أو البنية التحتية المعلوماتية فهذه سهلة لكن أنا أتحدث على وجه الخصوص على الجاهزية الثقافية والفكرية كيف نستعد كمجتمع لتقبل هذه التطورات الجديدة حيث أنا جمعاني يعني حديث مع المهندس زياد بعد الإعلان يمكن بأخل من 24 ساعة كنا على تواصل على الواتساب من خلال رسائل وأنا في أول الإعلان تذكرت أنه ربما ما يقدم لنا الآن هو ليس شيئا جديدا كليتا وإنما هو تطوير لشيء كان موجود في الماضي وأنا ذكرت تحديدا السيكون لايف أو الحياة الثانية وهو تطبيق كان معمول وموجود منذ أكثر من 15 أو 20 سنة وهو تقريبا في ضوء ما استمعت إلي من مارك هو متافيرس لكن كان بشكل يمكن أقل نموا وأقل تطورا إنما الأفاترز كانت حاضرة المباني كانت حاضرة الجامعات كان لها تواجد المدارس كان لها تواجد السفارات كان لها تواجد والحقيقة أن العالم انشغل بالسكن لايف لفترة غير قصيرة ربما الآن يكون الفرق الأساسي الذي ستأتي به التقنية الجديدة أو الميتافيرس هو تطور هائل حادث في مجال المعلومات والاتصالات في سرعة التواصل فيما حدث في المالتي ميديا من خلال الصوت والصورة في عجالة أنا يعني يعني في نقاط سريعة كما ذكر هل نحن بالفعل يعني جاهزون للتعامل مع هذه التقنية الجديدة وكيف ستكون التداعيات وكيف ستكون الانعكسات خاصة على المجتمع المصري كيف يعني نكون جاهزين كما ذكرت وأكرر مرة أخرى الجاهزية الثقافية والفكرية بمعنى أن يكون المجتمع جاهز للتعامل مع هذه التقنية الجديدة التي ستأتي شئنا ما بين لابد أن أكون حضرين وجاهزين ونحاول أن نأخذ منها ما يتفق مع القيم وعادات وتقاليد لأن التداعيات ممكن الحياة تكون سلبية جدا وأخيرا كيف نستفيد من أي إيجابيات ستكون متواجدة في هذه التقنية الجديدة أنا سأتوقف هنا وربما تكون عودة في نهاية الندوة بإذن الله أنا أرحب بضيوفنا الكرام وأتمنى لحضراتكم ندوة موفقة ونرى حضراتكم بعد الندوة بإذن الله شكرا جزيلا شكرا يا دكتور شكرين لحضرتك وطبعا زي ما الدكتور هشام قال القضية محتاجة تحضير جامد تحضير مدروس والتحضير ده هيبقى خد الإكسرسايز بتاع دخولنا في شبكات التواصل الاجتماعي بصورتها الحالية كتمرين محلول أو ناخد منه العبرة أو ناخد منه القراءة للمستقبل وممكن لو مدنا الخط على استقامته بدل ما هي 2D تبقى 3D إزاي ممكن إن إحنا يبقى عندنا مجموعة من سبل التعامل مع هذا الأمر لأن في البعض كان بيقول لا إحنا مش هنخش الميتا فيرس خالص أنا هفضل زي منا فقلنا لو انت هتبقى خارج التاريخ انت هتلاقي في بيزنس ميتنج ما بيتعملش غير لو انت جوا الميتا فيرس هتلاقي إن في هنصل إن ممكن تبقى في مكتبة مش موجودة خالص مكتبة افتراضية وفيها كتاب مهم انت عايزه فلازم تلبس النظارة بتاعت الميتا فيرس وتخش تدور على الكتاب اللي انت عايزه وتستعيره فيرش ولي هتلاقي فيه بنك ما بقى احنا دلوقتي بنقول البنك الإلكتروني طب ما احنا بعد كده ممكن يبقى فيه بنك توتالي على الميتا فيرس الشبابيك بتاعته فانت هتبقى خارج الواقع شوية لكن الدخول يكون منظم ويكون فيه نوع من أنواع التقنين بالمحاذير اللي احنا في الندوة دي وان شاء الله لو كان فيه عمر ونعمل كذا ندوة بحيث نحن نطلع بتصور لإزاي نقدر نتحرك فيه المستقبل على هذا الأمر معانا طبعا الدكتورة عزة فتحي وستاذ منهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس وهنحتاج بقى حضرتك يا دكتورة تكلمين على التأثيرات الاجتماعية المتوقعة وإزاي نحاول إن احنا نقلل منها وطبعا بالمثال المحلول بتاع السوشيال ميديا واللي كلنا بنلمس أنا بسميها شبكات التفسخ الاجتماعي التفسخ الاجتماعي اللي حصل في علاقاتنا بأسرنا وبأصدقائنا وفي تفاعلنا مع الطبيعة بشكل عام فضال يا دكتور مساء الخير على الجميع مساء الخير على حضرتكم الحقيقة إحنا زمنا دايما بقول إحنا دائما يعني بنواجه أي شيء جديد برد الفعل يعني إحنا لا نستعد لأي شيء على وقت الإطلاق بالذات خاصة في موضوع التكنولوجيا فالحقيقة إحنا طرقنا أبنائنا وشبابنا فييد التكنولوجيا هنسميها التقليدية أو القديمة بقى اللي هي الفيسبوك والتويتر والإستجرام والكلام ده من غير ما نماهد له الحياة التكنولوجيا إن هي فيها قيم فيها يعني الأسليب للاستعمال الجيد والاستخدام الجيد إمتى أنشر معلومات إمتى أشير إمتى أتكلم عن نفسي إمتى أحجب المعلومات عن نفسي وكان عندنا فرصة كبيرة جدا من خلال أو المناهج وده يدرس في كل العالم فمثلا من خلال مادة اسمها مادة المواطنة الرقامية بيعلموهم في كل العالم إزاي إن أنت يبقى لك أخلاقيات لاستخدام وسائل السوشال ميديا واستخدام التكنولوجيا بصفة عامة إزاي إن أنت ممكن يعني تحافظ على أسرار بلدك على أسرارك الشخصية على بعض المعلومات مش كل حاجة تتنشر مش كل حاجة يعني تبقى مباحة قدام الناس ولكن إحنا يعني لم نستعد على وجه للطغب هذا في مادة تانية أيضا اسمها كان ممكن جدا من خلال في دروس اسمها التغير الاجتماعي ومن خلال درس التغير الاجتماعي نقدر برضو نعلم طلابنا إيه اللي بيحصل والتغير التكنولوجي وكيف نلاحق هذا وإزاي نستعد وكلام دا كل من خلال الوعي والوعي دايما هو منقصم لثلاث أبعاد حقيقة المعرفة الاتجاهات والقيم والسلوك فإذا أنا جديت للأطفال أو الشباب أو حتى للناس معلومات جيدة دي بتغير في الاتجاهات بتصحح في المفاهيم وبالتالي سلوكي بيتم تعديله للأحسن والأصلح فيه كمان إن إحنا ممكن من خلال الإعلام زي مثلا إن إحنا بنعمله دا دلوقتي من خلال المنتدات الثقافية إن إحنا بس مش عايزة النخة بتكلم بعض يعني كويس قوي النهاردة إن الندوة دي داخل فيها جمهور والناس بتشارك بالرأي وإن شاء الله هنسمع لهم وهنرد على الإجاباتهم من خلال الدراما والدراما مؤثرة جدا جدا يعني إحنا دايما نقول حتى استخدام القصة في التعليم الحقيقة له بالذات على الأطفال له يعني صدى أوسع في إن على طول بتحصل عملية فهم بتحصل عملية تعديل اتجاهات فالدراما بتؤثر على الناس وبعدين عندك أكتر من 40% من شعب مصر الحقيقة يعني أميين وإحنا لسه ما قدناش على مشكلة الأمية دي منذ الستثميات الأسب إحنا لم نتحرك كثيرا في هذا الملف فبالتالي الدراما هي أكثر انتشارا وأوسع في إنها برضو أيضا يعني تؤدي إلى نوع من الوعي قلت لحدك المنتديات التعليم دور وزارة الشباب وزارة الثقافة كل هذه الأشياء نعمل عملة استعداد بس نفهم الناس يعني إيه متافيرس إزاي ندخل على الموضوع ده بعدين أنا اللي هميني الناس الغلابة أو الأميين يعني المثقفين والنخب هيقدروا يكيفوا وضعوهم كويس إنما الناس التانية وحتى دول برضو يتخاف عليهم لأن برضو شباب الطبقة الوسطى والشباب المتعلم هيستخدم الموضوع ده فاصرة جدا وممكن ينفصل عن الأسرة ينفصل عن عنده حالة اغتراب وعدم تكيف مع الواقع لأن العلم الافتراضي عنده أحسن هو بحريته قاعد في قطه موبايل جزء من جسمه ودي حاجة غريبة ده عندنا بس عارفة يعني لسه مبارح عارفة يعني أنا بس أنا يعني ازدادت معاربتي بالموضوع إن برا عاملين إن إنت لو علقت لي على السوشيال ميديا على فيسبوك مثلا حتى لو تعليق كويس وحتى لو أنت صديق ودي أنا مستغرباها الحقيقة بس كان في حد عندي عايش برا وأنا مش عايزك تعلق أو أنت أزعقتني أو أنت تدخلت في وقت أنا مش عايزك أنا ممكن أعمل لك محفر إزعاج وابلغ إدارة في فيسبوك فهم عندهم قيود وعندهم قوانين وعندهم تشرعات إحنا ما عندناش حاجة خالص إحنا بنقعد منادي وبحة صوتنا في الموضوع ده فده يستخدم أولا يعني أنا كأستاذ علم اجتماع أنبه إن قد يستخدم في تجارة الرقيق للأبيض الإتجار بالبشر تحرش بالأطفال لأن في العالم كله تحرش بالأطفال من خلال شمكة الإنترنت البغاء وطبعا يستخدم بكسرة الجرائم الإتجار بالمخدرات الترويج للجنسية المثلية للأسف وده يعني ده حصل وممكن حصل بكسرة استخدامه في العمال المنافية للأداب سواء للذكور أو للإناس أو العكس الموضوع أخطر من الجرائم متعددة الجنسيات يعني الإرهاب وما أدركها الإرهاب وأعتقد أن تنظيم داعش استخدم التكنولوجيا بالجدارة ومهارة والتقنيات عالية جدا وعمل أفلام وعمل حاجات طب ما هو ممكن جدا يدربوه أو يعني يخدوه من خلال الميتا بيرس في مكان ويتدرب ويشوف أو يصنع قنابل وده قراردي حصل قبل كده ده يكون على أوسع وعلى أكثر تكنولوجيا فالحقيقة المخاوف كتير جدا حاجة تانية قد يسهل الناس طبعا الموضوع ده هيزيد أنه الطفل يتخلى عن أهله أنه يتخلى عن التعليم مثلا يعني فيه حاجات كتير جدا ممكن تحصل أن الناس تجسس يعني غير الإرهاب موضوع التجسس موضوع التصوير منشآت محرمة أو ما ينفعش إن إحنا ندخلها موضوع أن أن تقتحم أماكن وتصورها أو تروحها يعني فيه كمان حاجة أخطر إن أنا ممكن أن فصل عن الواقع تماما وممكن لا أحس بالحب ولا بالحزن لو مثلا حد فقيد اخترب أو سافر أو توفى فممكن من خلال أفاتار أتعامل معاه عادي من خلال تقريط الزكاء الاصطناعي بردود أفعال ولو كانت متوقعة وإن أنا محسش بالفقد ولا الحرمان هتقول لي طب ماهو ده فيه جانب كويس أنت ليه عايزاني أبقى حزين أقولك لا أنا كده بقضي على المشاعر الإنسانية ودي مشكلة يعني 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 دي مشكلة كبيرة جدا وإن إحنا لازم يعني نخلي بالنا منها من خلال الوعي يعني يعني الوعي من خلال هو يعني يشعر بها من خلال مجموعة من المعارف والمعلومات والنظريات والمبادئ من خلال المدرسة ومن خلال الأسرة يعني يعني ياريت ندرب الأسرة كمان من خلال بعض الندوات زي دي والصين عاملة حاجة حلوة قوي إن الموظفين بعد ما بيخلصوا الشغل الساعة ثلاثة أو الساعة أربعة الحقيقة يعني بيدوهم دورات تدريبية ما بيدفعش فيها فلوس يعني المتدرب ما بيدفعش فلوس بس ممكن يتعمل الوقت بيتغدس ويرى وبحيث إن هو يعود بعد الشغل نصف ساعة أو ساعة ياخد مثلا دورة تدريبية في الموطن حب الوطن دورة تدريبية في حجف شغله يعني في التكنولوجيا في كل هو جديد أنا نفسي إن إحنا نستخدم ده بحيث إحنا عندنا الدورات التدريبية في العمل أحيانا في بعض الجهات أو المؤسسات بتبقى يعني تستيف أوراق فأنا نفسي إن إحنا نضرب الناس وبعدين عايز أقول كمان إن ممكن الميتاورس يستخدم في الخيانات الزوجية يعني مشكلات كثيرة قوي ومتعددة سياسية واقتصادية وده السلبي أنا هتكلم على السلبي وأوراق التكنولوجيا أقدر مني إن هم يتكلموا على الإيجابة لكن الإيجابة إن إحنا طبعا هنستخدمها في التعليم وده اللي حصل أثناء كورونا هنستخدمها في التعليم كويس قوي وإن أنا ممكن مثلا أكون في مهمة علمية في بلد ما بس أنا معاد مثلا الدراسات العليا عندي مثلا سبت وثلاث واربع فأنا ممكن أقابل مثلا طلابي من خلال الميتافيرس ونتكلم ونتناقش وابقى فيه تفاعل الحقيقة إحنا كنا بنشتكي أيام التكنولوجيا ما إن الطالب ممكن يقوم يعمل كباية مستفيه مثلا ويسايب الدكتور عمال يهاتي وهو مش موجود ونص المحاضرة هو طايته بس هو مشغل الجهاز بتاعه طبعا يعني ده كان بيضايق جدا فيه هتساعد في الموضوع ده هتساعد في التقنيات الطبية لما يجي نعمل عمليات مثلا في لندن عمليات قلب مفتوح مثلا وعايزين أطباء يتدربوا هنا عندنا في مصر وهكذا طيارة جديدة غواصة جديدة يعني في كل حاجة تكنيك جديد في الشرطة والعمل الشرطي وبرضو كذلك ممكن يبقى مثلا في سلاند يارد والبوليس المصري يتدرب من خلال الميتابرز فالحقيقة هيبقى لها حاجات حلوة كثير من خلال الفن أيضا لكن أنا أخشى من الكلام الذي قال على الثروة الأثرية بتاعتنا والمتاحف والمعابد يعني لازم الملكية الفكرية لأن هتستخد يعني مش عارفة يعني دي الحاجات دي لازم نستعدلها كويس قوي ما يبقاش نحن فعلا الدولة تستعد وبلاش الجهود الفردية أنا بشتغل مهندس دي اشتغل غيري غيري احنا عايزين الدولة تاخد استراتيجية وتاخد خطوات فعلية فعلا ان احنا نواحد للناس نواحد للمواطنين اللي هيحصل ميدخلوش كده في حاجة معترك هم مش فهمين وهم مش عارفين وبالتالي رجليهم هتيجي وهنف هتغرق وبعدين احنا عندنا اكتر من 62% شباب مصر ام شابة فاللي هستخدم كل التكنولوجيا الحديثة واللي بيستخدمها قريدي هم الشباب وبالتالي احنا لازم نلحق الناس دي فاحنا ده دورنا دلوقتي ودي الايام اللي المفروض نشتغل فيها فأنا أشكر كم مش عايز أطول لأكتر من كده وان شاء الله بإذن الله يعني نستعد ونعمل حاجة فايزة شكرا دكتور عز على المداخلة بتاعت حضرتك ومبينة حجم المشكلة اللي احنا مقدمين عليها ومبينة ان احنا محتاجين نكون مستعدين والبعد اللي برضو الدكتور اتكلمت عنه مرتبط به فيه حاجة هو فيه حاجة اسمها اتيكيت وفيه نتيكيت نتيكيت اللي هو اتيكيت التعامل على الشبكات شبكة الانترنت وخلافه وربما ده بيدرس ايضا كيفية التعامل على الانترنت يعني برضو زي محرج بتقولي انا ماينفعش ان واحد يبعث لي رسالة الساعة اتنين الصبح وتعمل لي الارم كده وانا هشوف ها الصبح فهو انا مفروض الحكومات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام انه لازم يكون جاهز من دلوقتي علشان ولادنا في المنطقة العربية وفي بلداننا العربية اول ما يخش الميتافيرس يلاقي موجود جوه يلاقي الوطن جوه الميتافيرس يلاقي مؤسساته موجودة جوه الميتافيرس يلاقي الحكومات موجودة جوه الميتافيرس يلاقي الرسالة اللي انا عايز اقولها له زي ما انا برضو على الانترنت احنا الانترنت الناس دخلت وبعدين ابتدينا نعمل المواقع الالكترونية بعديهم بسنة سنتين ثلاثة وبرضو ما كانش فيها نوع من انواع الاتصاق في الاول او الاحترافية لغاية ما وصلنا لدرجة الاحترافية الكافية نتمنى ان احنا برضو زي ما بنستعد بمحددات استخدام ان احنا نستعد كمؤسسات مختلفة ان احنا يكون لنا تواجد على الميتابيرس وبرضو علشان ما نبقاش قلقانين هل الموضوع سريع واحنا خلاص اتأخرنا الاجابة لأ لعدة اسباب منها ان مارك نفسه في الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه بيتكلم على ان مجموعة كبيرة جدا من هذه التطبيقات ما زالت تحتاج الى الكثير من التطوير وان هو بيعين عشر تلاف شخص في اوروبا علشان يشتغلوا في تطوير هذه التطبيقات بالاضافة طبعا الى ان الميتابيرس هيحتاج شبكات سرعتها عالية مش هينفع ان انت تستعمل الميتابيرس بالسرعات البسيطة ديت يعني وحتى كانوا الناس بيعملوا مجموعة من الكوميكس الفترة اللي فاتتها في الفيسبوك على ان الناس دخل الميتابيرس وواحد دخل والبقة بتاعته خلصت فمعرفش يعني فيه شوية فكاهة كانت في الموضوع لكن ديفنت لي هذا الامر محتاج شبكات سرعتها عالية جدا علشان نقدر ان احنا نشتغل بيها وده برضو الكلام اللي كان بيتقال ان ربما الليد في الميتابيرس يبقى للغرب المتقدم والسرعات الانترنت عنده عالية وهيبتدي العالم يعني الاقل تطورا في سرعات الانترنت وفي سرعات الشبكات الداخلية عنده ان هو يلحق بيها لكن انا في تقديري ان احنا مصري من الدول المتوسطة او فوق المتوسطة في سرعات الانترنت ما هو الوضع مختلف تماما عن الوضع مثلا من خمس سنين ولا حاجة شبكات الالياف الضوئية باتمنتشرة حتى دخلها في مبادرة حياة كريمة ان هما توصل الالياف الضوئية للريف الكلام ده لما كنا بنكلم في التسعينات كنت الالياف الضوئية ما بين السنترلات وبعضها فقط مش ما بين اللي ما بتوصلش لغاية البيت لأ احنا كده بنتكلم في 2021 بالمبادرة حياة كريمة الفايبر هيبهوصل للبيوت في القرى وفده شيء يعني لو حد كان سمع الكلام ده من 30 سنة كان هيشك في قوايا العقلية مباشرة جزء الثاني شبكات التليفون المحمول الجيل الرابع والجيل الخامس هتبقى موجودة وهتساعد كثيرا في انتشار هذا الامر انا مش قاضي ان احنا نريح وناخد وقتنا لا انا قاضي ان احنا بس نتمهل وما نقلقش جدا من الميتابيرس ان هو يبتدي لان برضو كان مجموعة من الناس بتقول ان مارك استعجل في اطلاق الميتابيرس نتيجة الضغوط الكتيرة اللي حصلت على شركة الفيسبوك والموظفة السابقة الفرانسيس هوجن اللي طلعت قبل الموضوع ده ب3-4 ايام قبل الانقطاع بيوم او اتنين وبتدت تتكلم على مجموعة من الوثائق المسربة من جوة شركة الفيسبوك وبتتقال ان الشركة بتبيع العمل بتاعهم وان هي هدفها الربح وان لا تحض على خطاب الكراهية ولا العنف ولا بتحارب الاخبار المغلوطة بالعكس احيانا بتحط اخبار مغلوطة في وش المستخدم بتاعها علشان في الاخر تاخد مكاسب مادية وده تاني يوم على طول حصل الانقطاع اللي هو الدكتور شام اشار اللي كان خمس ساعات او ست ساعات وبعض من الناس بيقولوا ان انقطاع ده ما كانش انقطاع على نتيجة شيء تقني زي ما فيسبوك قال وما كانش نتيجة جمس براني زي ما البعض ما بيتوقع وكانوا لكن بيقولوا ان ربما يكون هم نفسهم اللي عاملين هذا الامر نتيجة ان صار فرانسيس هوغان دي كانت اليوم التالي هتضلي بشهادتها في الكونجرس الامريكي فحبوا ان هم يعملوا some sort of disturbance ولما لقوا الموضوع ماشي كده فعجلوا بالاعلان عن الميتافيرس علشان يبقى الصبق عندهم ويزيحوا او يعني يحولوا الاتنشن خالص العالمي عن الفيسبوك والمشكلات الكبيرة اللي كانت بتحصل من خلالهم الى ان احنا كلنا نتكلم زي ما احنا نتكلم دلوقتي هالميتافيرس وهيحصل ايه وبتاعه مش معناه ان هو هيتوقف خالص لكن او يعني هياخد مثلا شهور او سنين على ما يحصل لكن برضو في التقديرات ان هو ممكن يبتدي على نطاق سغير خالص ولان حتى لسه الاكسسوارات بتاعته النظارة والقفازات والحاجات دي ما زالت اسعارها مرتفعة فربما يعني يتأخر هذا الامر قليلا انا مش عايزة اطيل لكن احنا عندنا استاذة نشوى الحوفي لازم نسمع رأيها في هذا الامر وانا احب يعني في الاول يعني احيي وطنيتها وتطوعها للمشاركة ويعني احساسها الدائم بالهم المصري اللي احنا فيه وان احنا محتاجين دايما نبقى مستعدين لذا امره هي يعني اتصلت بي الصبح بدري واتكلمنا وقالتلي لازم نصرع ولازم نتحرك فاشكرك على تحريك الامور معنا فضالي استاذة اولا مساء الخير على حضرتك باشموهن الزياد ومساء الخير على كل المشاركين وعلى اللي بيتفرغوا علينا دلوقتي هي القصة انا متفقة مع دكتور هشام عازمي لما قال ان الميتا فيرس مش موجود فجأة مش موجود النهاردة ويمكن كنت انا وحضرتك بنتكلم في الجزئية ديت لما كنا قلقانين الغرب بيعلن عن ذاته لما بيكون مستعد للحظة على الرغم من تحليل حضرتك الجيد لتوقيت الاعلان لكن الناس ديت مش رد فعل الناس دي دايما فعل للأسف احنا لدايما رد فعل انا هنا هاخد موقف الصين مثلا لما الفيسبوك يعني حاولوا ان هما يدخلوه بعد 2005 في الصين فالصين اشترطت ان ممكن هدك صحح لي المعلومة لو انا غلطانة الصين اشترطت ان السيرفرات تبقى عندها فهم قالوا لا السيرفرات هتبقى في امريكا فالصين قالت لهم يفتح الله انا مش لازمني ده وحتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة الفيسبوك مش موجود في الصين ده معناه ان انا والصين مليار وتلتميت مليون نسمة والصين عارفين كويس اوي ازاي ان هما مروا بالربيع الصيني والربيع القضاء على الاشتراكية والدول الشيوعية من اول سنة 88 يعني القصة تاني على الشام بس تبقى الدنيا ماضحة القصة ان انا الآن على مجتمعاتنا حضرتك قلت جملة مفيدة قوي قلت ان فيه ناس قالت لحضرتك انها مش هتدخل على هذا التطبيق ومش عايزة تستعمله فحضرتك قلت لها انها هتجبر على ده انا بعترف قصات حضرتك واقصات كل اللي بيسمعون ان انا كنت رفضة الموبايل لحد سنة 2003 يعني الموبايل ظهر في 97-98 انا كنت رفضة استخدمه وكنت عايزة اعيش حياتي بعيدا عن اني ابقى مسك الموبايل طول اليوم ثم اكبرت مرة تانية زي ما حضرتك قلت نتيجة للشغل والتعامل كله بالموبايلات اني اشتري الموبايل حتندهش حضرتك اني لحد سنة 2016 لم يكن عندي الواتساب تطبيق الواتساب ثم اكبرت مرة تانية علشان الشغل وعلشان الشغل بقيتم عليه اني انا ادخل على الواتساب طيب ده الشخص اللي زي اللي هو موليد سنة 70 اللي دلوقتي تجاوز النص قرن امال الشباب الصغيرين اللي هم اتولدوا وده كله متاح بالنسبة لهم لذان هو حيجرب انا بقى خايفة على حيجرب ده زي دكتور عزة ما قالت انا خايفة على الهوية لاني انا مش عارفة هو حيتقلق لما يتاخد في رحلة للأهرامات حيتقلق ان اللي بناها المصريين القدماء ولا بناها الحقيقة اليهود كما يدعوا انا خايفة على التقاليد اللي انا بنتمي ليها هل حيتقلق ان المثلية شيء طبيعي ولا حيتقلق ان المثلية شيء يخالف الفطرة الانسانية وان الغرب حتى الغرب نفسه مش بس العرب عشان ما تبقاش ثقافة عربية حتى الغرب نفسه بيحرمها حتى الان حيتقلق ايه؟ حيتقلق ان بلدك وحكومتك بتعمل لمصلحتك ولا انت لازم تشتغل ضدها حيتقلق ان الدين ده شيء كويس وفطرة الانسان ان يرتبط بإله ولا حيتقلق ان الالحاد هي الفكرة الحقيقية اللي لازم يمشي وراها انا خايفة لان الاسف فرضت الجهالة التكنولوجية نفسها علينا في 2018 اصدرت الامم المتحدة فيديو 3 دقايق يمكن انا بعثته لحضرتك على الواتساب او ابعته لك تاني لو انا مبعته الفيديو كان رائع لانه بيكلم على الثورة الصناعية الرابعة وازاي ان العالم كله في خلال العشر سنين ده في 2018 يعني هما كانوا بيكلموا على عشرين تلاتين العالم ازاي في 2030 حيبقى مختلف تماما وان التكنولوجيا مش هتغير البيئة اللي حولينا لكن هتغيرنا احنا في العمل لان قالوا ان هيبقى عندنا فقد الخمسة مليون وظيفة سنوية في التعليم في الطب في الرياضة في كل حاجة سؤالي النهاردة ورعبي هو حالة الانفصال المجتمعي اللي انا حعيشها اذا كانت كورونا فرضت علينا العزلة خوفا من انتقال المرض فرضت علينا الكمامة وسلوكيات معينة وما سمي بالتباعد الاجتماعي انا خايفة ان هذا التطبيق وما سيلحقه من تطبيقات لان ده مش هيكون النهاية خايفة ان هذا التطبيق يفرض علينا ايضا المزيد من العزلة الاجتماعية داخل البيوت طبعا انا مدركة كويس قوي ان علماء وخبراء التكنولوجيا زي حضرتك وزي المتخصصين وزي دكتور محمد وزي المهندس الشريف الفخاراتي انا مدركة كويس قوي انتوا شايفين ان الدنيا بتوسع وشايفين ان ده مجال تكنولوجي مهم وشايفين ان زي حضرتك ما قلت اذا كنا بدأنا في التسعينيات بالووكمان فالنهاردة احنا وصلين للميتا فيرس لكن انا خايفة نبقى رد فعل وخايفة يبقى رد فعلنا يعني متأخر او رد فعلنا لاننا لا نمتلك النهاو بتاعت التطبيقات دي احنا بتجيلنا ثم نبقى احنا رد فعل عليها النهاردة احنا بنتكلم على فيديوهات وشخصيات موجودة على الفيسبوك انا وحضرتك والسلطات الامنية وخبراء الانترنت ما نقدرش نسيطر عليهم حتى في ظل المعايير اللي قالها مثلا مارك وادارة الفيسبوك عن معايير محددة لم تطبق هذه المعايير الا على من اختلف مع شخصيات بعينها على الفيسبوك يعني بنلاقي الجرائم وفيديوهاتها موجودة بنلاقي الجنس موجود بنلاقي الحديث عن المثلية موجود اذا احنا مش في اطار يتكلم عن وجود معايير اخلاقية هتضمن لي ان الناس تعيش في امان في اطار هذه التطبيقات خوفي بكرره وادم صوتي في دكتور عزة احنا امام ازمة ازمة تكنولوجية بتفرد نفسها على العالم لخلق انسان النهاردة اذا كان قابل للسيطرة بنسبة نقول 80% احنا دخلين على انسان قابل عليه للسيطرة اكتر من كده الحقيقة لازم اقف هنا قصاد تصريح اصدروا مؤسس ومخترع التكنولوجيا الحديثة في شركة مايكروسوفت وشركة ابل من ايام حينما قال ان القادم اسوأ في ظل الحروب البيولوجية انا بقى حضيف لده ان القادم اسوأ في ظل حروب بيولوجية والقادم اسوأ في ظل تفاصيل تكنولوجية احنا مش قادرين عليها ومش مدركينها اذا كنا بنوعاني في مصر من اكتر من 25 مليون امي في الكتابة والقراءة فانا عندي ما لا يقل تقريبا في نسبه عن النسبة دي ضعفها في التكنولوجيا الامية حتى الشباب اللي بيستخدم التكنولوجيا النهاردة لم يعد يستمتع بفكرة ان هذه التكنولوجيا للمعرفة ولكنها تكنولوجيا اصبحت يستخدمها وفق مزاجه هو وفق سرعة زمنه وفق حاجات كتير قوي حواليه هل احنا هنقدر نعمل ده انا اسفل الاطالة ولكن دي ما خوفي اللي انا خايفة منها بشموها للزيادة شكرا أستاذ النشوة طبعا المخاوف انا مش عايز اقول لحضارك انها برضو مكتبة اكتر من كده كمان يعني احنا تدخل الزمن والمكان شيء رهيب مش عارفين الميتافيرس هيبقى مجرد اسقاط للواقع على عالم افتراضي ولا انشاء عوالم افتراضية جديدة خالص مختلفة يعني احنا لما بنتكلم حتى على حكاية البزنس والبيع والشيرة مارك بيقول لك انا ممكن تبقى تشتري جزيرة جزيرة افتراضية مالهاش وجود في الواقع وتحطها حواليها حدود وتسمح لأصدقائك بس ان هما يروحوها ولو انت مش عايز تشتريها انت ممكن تأجرها فتبقى الجزيرة دي تأجير لمدة مثلا سنة وهنيجي بقى لدكتور محمد حجازي بقى وانا بعد السنة مش عايز اطلع من الجزيرة هتعملولي ايه؟ اذا عايزين نتكلم على العالم الرقمي الجديد ده هنعمله ايه في القضية بتاعت التشريعات يعني مين اصلا اللي هيتحكم في تشريعات الميتا فيرس وتحط تحت انهي مسمى وفي انهي بلد ومين اللي يسيطر عليها؟ الملكال الفكرية هتتحرك ازاي؟ حماية التراث الوطني بتاع الدول يعني انا لما خش الميتا فيرس ولاقي فيه تماثيل مصرية محطوطة وحد بيشتري ويبيع مجسمات ولا عامل متحف كده افتراضي بحطت فيه الهرم والناس بتخش تتفرج انا احمي تراثي والمصري هناك ازاي؟ ولا العملية هتبقى متدخلة خالص وبرضو زي ما بنقول لو الميتا فيرس هتسمح بالرجوع في الزمن للماضي لما ارجع للماضي واشوف حدث تاريخي مستقر في ازهانا ومستقر في وجدانا بصورة معينة ونجد انه هم شخص ما شركة ما جهة ما في الميتا فيرس حطته بتصور اخر لاغراض اخرى مختلفة تعمل خالخالة يجي ابني صغير يحكي لي على حاجة تاريخية مخالفة تماما للي انا متعود عليه ومخالفة للكتب اللي موجودة المستقرة في هذا الامر حماية التاريخ نفسه من شيء زي ده احنا انا عارف ان القضية لسه في اولها واحنا بنحاول ان احنا نستشرف الاسوأ علشان نعرف نتكلم فيه حمايته ازاي الشقة التكنولوجي حدث ولا حرج ونقدر نتكلم فيه زي ما احنا عايزين لكن التأثيرات النفسية التأثيرات الاجتماعية طب التشريعات اللي هتبقى موجودة وخصوصا ان القضية فيها بيع وشيرة كتير جدا احنا بنشوف دلوقتي الفيسبوك 93% من مجتمع الاعمال الطبيعي ليه تواجد على الفيسبوك بصورته الحالية في حوالي 200 مليون صاق بيزنس اونر عنده تواجد على الفيسبوك سواء بيعرض منتجاته وبيعرض سلع بيبيع ويشتري الارقام دي هتبقى شكلها عامل ازاي في الميتافيرس اللي البيع وشيرة فيه هيبقى براق اكتر واكتر قربا من المستهلك زي ما كان الدكتور محمد خليف بيقول انا دلوقتي لما باجي اشتري حاجة اونلاين بشوف شكل الصورة بتاعتها وبعدين لما تجيلي على البيت زي ما كنا دايما بنقعد نتريك تبقى لحاجة شكلها اونلاين حلو قوي اقول ما تجيلك البيت تلاقيها ليست بنفس المستوى لا انا هنا في الميتافيرس انا هطلع على نيويورك هلاقي مع محل بتاع بدل هخش وقيس البدلة واشوف شكلها علي ايه وبعدين هبالكريدت كارد او بالكريبتو كارنسي بالعملات المشفرة هدفع الفلوس وتجيلي لغاية القاهرة انا معرفش هلبسها فين بقى لما انا هفضل طول النهار لابس النظارة هلبس البدلة دي فين بس يعني انا قصدي حتى تجربة التسوق هتبقى اكثر امتاعا واكثر يعني بريقا فالبيزنس هو اللي دايما بيليده وبرضو زي ما بنقول الانترنت لما بدأت في وزارة الدفاع الامريكية سنة 69 وبعدين دخلت بعد كده في القطاع الاكاديمي ما كانتش بالقدر الكافي والانتشار الكافي ما ابتداش غير مع التجارة الالكترونية ودخول شركات القطاع الخاص فيها في الفصل الثاني من فصول الانترنت اللي هو ممكن يكون بدأ في بداية التسعينات وبعدين دخلنا في الفصل الثالث بتاعت السوشيال ميديا بشكلها الحالي ودخلنا بقى من يوم 28 اكتوبر اليوم الفارق ده في المستوى الرابع هو مستوى الميتافيرس دكتور محمد كلمنا عن التشريعات وكيفية حماية كل المعاملات اللي هتحصل على الميتافيرس الجديد او في رأي حضرتك ممكن يكون التناول اللي هعمل ازاي مساء الخير بشمونز زياد ومساء الخير على كل السادة الأفضل اللي موجودين معنا في الندوة سواء كانوا المتحدثين او الحضور والحقيقة هتكلم من زاويتين من زاوية السياسات التنظيمية والسياسات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات النشأة الجديدة والجزء الاخر هو الجزء القانوني او التشريعي يمكن دكتور هشام عزمي قال لجملة لطيفة جدا قال التكنولوجيا جاية جاية تمام وحنستخدمها هنستخدمها واستاذة ناشوة الحقيقة قالت انا لحد وقت قريب قوي ما كنتش مقتنعة باني اشيل موبايل واستخدم الواتساب وعايز افكر كل الحضور معنا وكل الناس اللي بتشوفنا انه مصر فيها 103 مليون نسمة منهم 95 مليون نسمة عندهم تليفون محمول منهم 50 مليون نسمة في ظل دولة الاحصاءات الرسمية بتتكلم على 20% نسبة امية 50 مليون بيستخدموا الانترنت 49 مليون نسمة بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي الاميين اللي موجودين يعني البسطاء جدا واصحاب الحرف البسيطة جدا معاه تليفون وتليفون زكي وهو ما بيعرفش يقرأ ويكتب بيقول لك انا هدي لك ميس دي كول وهبعات لك ميسيج تمام والتكنولوجيا الحقيقة زي ما قال دكتور خليف انه ليها وجه سيء فهي ليها برضو اوجه اخرى ايجابية لأي مدى نظرتنا للتكنولوجيا يمكن مارك في الفيديو اللي كان بيعرض فيه التكنولوجي الجديدة اللي هو عايز يطبقها قال جملة الحقيقة في الساعة وشوية الفيديو انا وقفت قدامها اكتر من مرة قال لك العالم الجديد الذي نريد بنائه وبالتالي هو النهاردة بيتكلم على عالم جديد كون جديد هو عاوز انه يتحكم فيه بشكل كبير جدا واقعوا تنسوا انه الفيسبوك هو جمهورية النهاردة عدد سكانها اكتر من اتنين مليار مستخدم موجودين على هذه المنصة ويوجد حجم من البيانات الضخمة جدا اللي موجود عليها وبالتالي كل البيانات دي في ظل التكنولوجيات الجديدة اللي موجودة ستمكنوا بشكل اساسي من التعامل معها وخلق ميزة تنفسية جيدة جدا هل يا تارا حنبقى فاعلين في هذا العالم الجديد ام مفعول بيهم هو ده السؤال الحقيقة الاساسي اللي احنا محتاجين اننا نسأله رأيي اننا حيبقى مفعول بينا لاننا نجيد الكلام ولا نجيد الفعل للأسف الشديد احنا النهاردة بنتكلم على صناعة المحتوى ونحن دولة تمتلك قرص ضخم جدا من المحتوى الثقافي والمحتوى الاسري والمحتوى الادبي والفني للأسف الشديد اننا على مدار السنين اللي فاتت كلها ما استطعناش اننا نحول المحتوى العربي الى محتوى موجود على شبكة الانترنت بشكل اساسي ومش بس كده انما كمان اثارنا اننا نحط المحتوى بلغات اخرى وليكن باللغة الانجليزية باعتبار انها يعني حاجة لطيفة اننا نبقى بنكلم العالم باللغة الانجليزية انما ما كناش مهتمين قوي باجاد محتوى عربي على المنصات المختلفة يمكن في مجال القصص في مجال الاثار في مجال السياحة الحقيقة عندنا محتوى ضخم جدا من الممكن اننا نبقى بنقلبه لعالم الانترنت ده ده ما عملناهوش وعملين طول الوقت بنشتكي من انهم بيعملوا لنا افلام بتحرد تحرد على المثلية وتحرد على الالحاد وتحرد على العنف وتحرد على الكراهية واحنا الحقيقة عندنا قرص ثقافي وادبي ضخم جدا مش عادرين اننا نقلبه لشكل مقبول وجذاب للمستخدمين في العالم يمكن الحقيقة دخولا بقى في الجزء المتعلق بالتشريعات يمكن الجزء الاول اللي انا قلته ده اعتقد ان دي متعلقة بالسياسات العامة ازاي اننا نقدر اننا نشتغل على الموضوعات دي انما على السعيد الاخر الحقيقة المتعلق به التشريعات طبعا عندنا اشكاليات كبيرة يمكن دكتورة الحقيقة عزة في حدثها اشارت لانه احنا ما عندناش قوانين ما عندناش اطر تنظيمية في المسألة دي هما سبقونا في الجزء دوت ويعني اتفق يعني جزئيا في انهم سبقونا فعلا سبقنا حتى على صعيد التشريعات ويمكن اكتر اوروبا اكتر من امريكا انما هل عندنا تشريعات في مصر اه عندنا تشريعات في مصر هل هي كافية الحقيقة لا مش كافية على الاطلاق عندنا قانون تنظيم اتصالات من سنة الفين وثلاثة بينظم يعني عمل شركات الاتصالات وشركات الانترنت من مفهوم الترخيص والاجراءات التنظيمية انما هل يطارى من مفهوم المحتوى عندنا قوانين بتحكم المسألة دي بشكل دقيق الحقيقة لا فيما يتعلق بالمحتوى انت بتتكلم على قانون تنظيم الصحافة والاعلام قانون الملكية الفكرية بتتكلم على قانون مكافحة جرائم تقنات المعلومات هناك بعض النصوص اللي من الممكن انها تبقى يعني بتغطي بعض المسائل او المخاوف والهواجس اللي موجودة عندنا كلنا من استخدامات الميتا فرسو غيرها الحقيقة اه في بعض النصوص اللي بتتكلم على كده مش بس في القوانين دي انما كمان في قانون مكافحة الارهاب والكائنات الارهابية عندنا اه اه نص او اتنين برضو بيتكلموا على اه الاعمال الارهابية عبر اه شبكات التواصل الاجتماعي وعبر اه شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اه بشكل اه اه كبير جدا عندنا في قانون العقوبات نفس الحكاية عندنا في قانون الطفل بالمناسبة اه بعض النصوص اللي اه بتجرم التعامل السيء مع الاطفال اه في البيئة اه الرقمية انما اه واحنا بنتكلم الحقيقة على اه الميتا فرس اه ودمج الواقع الافتراضي مع الواقع المعزز واستخدام تكنولوجيات زي سلاسل الكتلة او البلوكتشين اه زي الاي اي اي او الزكاء الاصطناعي اه وانترنت الاشياء والحوسابة السحابية وخلافه بالتأكيد انه هناك قصور شديد في المسألة دي من الناحية التشريعية محتاجين اننا اه نبص عليه البداية الحقيقة من وجهة نظري انه كل التكنولوجيات دي ايمة على البيانات ايمة على المعلومات وبالتالي نحتاجين انه يبقى فيه تنظيم قانوني دقيق لعملية التعامل مع البيانات سواء كانت البيانات الشخصية او البيانات غير الشخصية ازاي هنقدر اننا نصنف البيانات دي ازاي النهاردة واحنا بنتكلم على اه الميتا فرس والكلام اللي كان دكتور خليف بيقوله اه في موضوع التجارة الالكترونية والتعليم وخلافه فيما تعلق بقياس السلوك الخاص بالمستخدمين الاتجاهات بتاعتهم تفضلاتهم ازواقهم الكلام ده الحقيقة مرتبط بعمليات تحليل كبيرة جدا بتتم على مستوى البيانات اه محتاجين ده الحقيقة بشكل اساسي يمكن عندنا اه قانون لي اه حماية البيانات الشخصية انما لم يفعل بعد محتاج يعني برغم انه لم يفعل انما هل محتاجين اننا نعيد زيارته في ضوء هذه المستجدات بالتأكيد اننا محتاجين اننا نزوره يمكن جزء اساسي الحقيقة كمان محتاجين اننا نبص عليه من الناحية التشريعية فيما يتعلق بهذا العلم الافتراضي الجديد اللي هيبقى العملة فيه عملة مشفرة تمام في ظل اننا بنجرم التعامل والتداول على العملات المشفرة في القانون المصري في قانون البنك المركزي لاعتبارات كثيرة جدا منطقية وقانونية ما فيهاش جدال يعني انما محتاجين الحقيقة انه نبص هل يا تارا قاني الاواني اننا نبص انه يبقى فيه جنيه رقمي انه يبقى فيه دولار رقمي وبالتالي نقدر اننا يبقى عندنا عملة الكترونية مشفرة مقومة بقيمة يعني معينة وبالتالي يبقى مسموح بيها للتعامل في هذا العالم ولا هنصر على انه لا احنا مش هنخش في الجزئة دي ونترك المجال لكل من يرغب فيه الدخول في عالم الميتا فارسوها التعامل مع الموضوعات المختلفة في التجارة الالكترونية وخلافه كل الكلام ده الحقيقة كلام مهم اننا نبص عليه يمكن الجزء المتعلق بالعملات الرقمية في القانون الجديد الخاص به البنك المركزي هو اتكلم على التكنولوجيا المالية انما مجرم لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها العملات الرقمية المشفرة كان فيه اتجاه لانه يبقى فيه جنيه رقمي انما ده مازال طبعا طي الدراسة دي جزئة جزء الاخر الحقيقة فكرة الزكاء الاصطناعي وتطبيقات الزكاء الاصطناعي في عالم الميتا فارس تمام دي مسألة الحقيقة في غاية الاهمية المسئولية سواء كانت المسئولية المدنية او المسئولية الجنائية عن ما يحدث من اخطاء او من افعال معينة نتيجة البرمجة الخاصة بالبرمجيات او التطبيقات الخاصة بالزكاء الاصطناعي المسئولية عن الالجوريزم او الخوارزميات المستخدمة في تطبيقات الزكاء الاصطناعي الحقيقة المسألة دي في غاية الاهمية ويمكن الصين بالمناسبة بصدد اصدار قانون لتنظيم الخوارزميات المتعلقة بالزكاء الاصطناعي وترحينه الحقيقة للبابليك كونسلتيشن او لاخذ الرأي العام حوالين هذا المشروع الكلام ده بقاله حوالي اسبوعين ثلاثة محتاجين اننا نبص على الكلام ده ايوة طبعا محتاجين اننا نبص عليه قانون الملكية الفكرية الحقيقة محتاج زيارة يعني كبيرة جدا سواء كان على مستوى ايه هي الاعمال اللي النهاردة في ظل تكنولوجيا المعلومات اننا نقدر اننا نحميها يمكن بقى فيه النهاردة تطبيقات بتنشئ محتوى بقت هي المؤلف هي صاحب الحقوق المصنة يعني البرنامج نفسه او المنصة نفسها بقت هي صاحبة الحقوق نتيجة انها بتكريت محتوى جديد او بتجينيريت محتوى جديد اوتوماتيك يمكن في كل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية معروف ان حقوق الملكية الفكرية هي ملك للاشخاص الطبيعيين انما احنا النهاردة التكنولوجي اصبحت بتفرض علينا مسألة اخرى محتاجين اننا نبص عليها ده ده فيما يتعلق بالحقوق نفسها طب فيما يتعلق بمتابعة الحقوق يعني ايه بمتابعة الحقوق يعني انا النهاردة لو انا عندي حقوق ملكية فكرية وموجودة في هذا العالم الافتراضي عملية المتابعة بتاعتها عملية انه يعني تتبع اي انتهاكات من الممكن انها تبقى بتحصل في البيئة الرقمية مسألة في غاية الصعوبة في ظل تباين شديد جدا في النظم القانونية تباين شديد جدا في نظم التنفيذ ما بين دولة واخرى فيما يتعلق به القوانين المختلفة الجزء الاخر الحقيقة اللي المهانس زياد اشار له وكانت اشارة يعني سريعة جدا انما في غاية الاهمية قال ايه قال انه مايكروسوفت النهاردة بتفكر انها تعمل الميتافرس بتاعتها وجوجل بتفكر انها تعمل الميتافرس بتاعتها طيب وفيسبوك بتعمل الميتافرس بتاعتها متافرس دي تكنولوجي كل واحد هيبتدي انه يشتغل عليها من منظوره ومن تطبيقه طيب التشغيل البايني الحقيقة ما بين كل هذه الميتافرسات المختلفة تمام محتاجة الحقيقة قواعد قانونية وتنظيمية ضخمة جدا احنا النهاردة واحنا بنتكلم على انه مواقع التواصل الاجتماعي بقالها اكتر من خمسطاشر سنة على الاقل موجودة في علامنا مافيش الحقيقة اتفاق دولي على مسئوليتها مافيش اتفاق دولي على قلية التعامل معاها كل دولة الحقيقة او كل مجموع الدول بتحاول انها تحط بعض القواعد التنظيمية علشان تحد من سيطرة هذه المواقع وتوغولها الحقيقة على خصوصية المواطنين بشكل كبير جدا واستخدام بياناتهم في يعني امور مختلفة ابسطها عمليات الترويج والتسويق الالكتروني واعقدها من وجه نظري هي فكرة التأثير والتوجيه للرأي العام بشكل كبير جدا وده شفناه طبعا في اكتر من حالة شفناه في الانتخابات الامريكية الاولى مع ترامل وشفناه حتى في 2011 واللي حصل في مصر الحقيقة مسألة يعني متشابكة جدا ومعقدة جدا ومحتاجة شغل كتير جدا اعتقد انه ويعني انا بتمنى على دكتور هشام عزمي والمهند الزياد انه يبقى فيه يعني تكليف للجنة الثقافة الرقمية بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى لاعداد ورقة تتحدث عن كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالتكنولوجيات النشأة وخصوصا من الشق الاجتماعي والشق كمان القانوني والتكنولوجي نتيجة الاهمية الكبيرة جدا اللي من الممكن انها تبقى يعني بنتعرض لها في المسألة دي انا اسف جدا على الاطالة وشكرا لحضرات شكرا يا دكتور لا ولا اطالة ولا حاجة احنا نفسنا نسمع حضراتك دايما يعني وطبعا بنشكر حضرتك برضو على المقترح بالورقة وانا اتصور ان احنا هنحتاج اوراق وهنحتاج دراسات علشان نقدر نشوف هيحصل ايه في هذا المستقبل القريب وخصوصا برضو ان الموضوع ما هواش مارك بس ما هواش الفيسبوك بس احنا زي ما الصين احنا لسه ما شوفناش رد فعل الصين هتعمل ايه الصين اللي هي بره هزي القصة وكانت دخلة يعني هي ما عندهاش شبكات تواصل اجتماعي لكن هي مايكروسوفت موجودة في الصين هل مايكروسوفت هتطلع وحال الصين هتعمل اتس اون متافيرس تعمل متافيرس خاص بيها ولا لا كل الامور دي اعتقد انها هتحتاج او هتظهر في المستقبل انا برضو عايز اقول ان اي جي اف المؤتمر السنوي للانترنت انترنت جاورنانس فورم بيعقد كل سنة في دولة هو السنة دي هيعقد في بولندا في الفترة من 8 ل 12 ديسمبر الجاي ده اليومين الجايين وانا اتصور ان كل المهتمين بقضايا الانترنت وطبعا هيجي على رأسها الميتافيرس اللي هو ممكن يكون غير الجدول بتاع الجلسات اللي هتبقى موجودة في ال اي جي اف ان العالم كله هيبتدي وخصوصا ان ال اي جي اف هو اللي بيبقى معني بقضايا الانترنت والنظر ليها يعني الـ governance او الحوكمة الانترنت هو ده المؤتمر الدولي لحوكمة الانترنت او منتدى الحوكمة الدولي للانترنت بيتكلم دايما من الجوانب التقنية والجوانب الامن المعلومات والامن السبراني بيتكلم من الجوانب التشريعية بيتكلم من جوانب تبادل البيانات ما بين الدول وبعضها بالاضافة طبعا للقضايا الخاصة بي حول انسان والصحفيين وحرية استخدام شبكة الانترنت وخلافه فكلنا المفروض نبقى متشوقين ان احنا نشوف الجلسات بتاعة الاي جي اف السنة السنة اليومين الجايين واعتقد ان هما هيدونا تصور على يعني رؤية الدول العالم المختلفة المتخصصين سواء اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا او الشغالين في القطاع الحكومي حول العالم هما شايفين الميتا فيرس ازاي وهم بيبتدوا يعني برضو مش عايزين احنا دايما نبتدي الاكسرسايز من الاول ربما يكون مفيد انا معرفش اذا كان فيه وفد رسمي السنة دي موجود من المصر في الاي جي اف ولا لا لكن انا اعتقد ان احنا ممكن بعد ما يخلص المؤتمر يبقى عندنا برضو او ده يثري الورقة وممكن ان احنا نبتدي نعمل مجموعة من النقاشات حاول لبقى العالم كله شايف الميتا فيرس ازاي بصورة مختلفة ممكن تبقى صورة فيها تكامل اكتر مفاشي المخاوف اللي عندنا بنفس الدرجة وربما تكون اكتر وربما تكون دول عندها المخاوف ودول لا لكن يقينا هما هيبقوا الاسرع في استخدام الميتا فيرس نتيجة ان الشبكات عندهم افضل والاجهزة دي الاكسيسوريس دي كان في 300 دولار ما هواش برضو زي 300 دولار لما يترجموا للعملات بتاعت دولنا انا طبعا يعني في مجموعة كبيرة من الاسئلة لكن احنا يعني بيشرفنا وجود لواء محمود الرشيدي وانا اعتقد ان محتاجين نسمع رأيه في ما سيجري من جرائم ومخاطر في الميتا فيرس الجديد طبعا قياسا دي اللي كان حصل في نقول ايه 30 سنة ستة اللي هو اللي فاتوا من اول ما بتدت تخش الانترنت في مصر وصولا للحظة الراهنة فاضر الفاند اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا باشكر حضراتكم جدا وانا سعيد في غاية السعادة على التشرف بوجودي في مثل هذه كوكبة القيمة والقامة فعلا لتلبية النداء الوطني فعلا لاستعداد وتهيئة الدولة فعلا لمواجهة هذه التحديات التكنولوجية وانا متفق تماما مع كل ما تفضلتم به من ملاحظات واعتقد ان حضراتكم غطيتوا كافة النقط التي يمكن ان تتطرك اليها ولكن انا عاوز اقول سريعا كده برضو عشان اؤكد على هذه النقط هل فعلا المشكلة الانسية المهم بروبلين بتاعتنا هل احنا فعلا ready to accept the technology الجديدة دي هل هذه التكنولوجية الجديدة مع وجود نضرة في التوعية التكنولوجية وكثرة فيها الامية الرقمية واهمية الترشيد الاستخدام بالنسبة للميتافيرس ونقطة التانية ولنا تجربة غير بعيدة وحالية بالنسبة للفيسبوك حينما استقبلنا التكنولوجيا الفيسبوك وتدافعنا الى استخداماتها المختلفة كانت هناك بعض التداعيات والانعكسات السلبية الامنية والجنائية والصحية وما لذلك كل ذلك ادى الى افساد وفساد الكثير من شباب المجتمع لانها استخدمت اساسا ولم نكن مستعدين لهذه التكنولوجيا النقطة الثانية اللي احنا برضو بنركز عليها حاليا هي لابد من حضراتكم والامن النهاردة عاوز اقول لحدك ان الامن النهاردة هو مش مسؤولة جلس الامن الوحدها بقى حلاص الامن النهاردة هو مسؤولية مشتركة دولية ومجتمعية ومسؤولية كل مواطن فلا يمكن ان نتجهل او نتغاضع عن تلك الانعكسات السلبية المترتبة التي يمكن ان تترتب على التكنولوجيا الميتافيرس من حروب سايبرانية حروب سايبرانية متنوعة على كافة الاسعادة والمستويات والمخاطر القومية والجنائية من جرائم ومخالفات وما لذلك ده بيتطلب مننا اللي انا بننادي به دايما في مثل هذه الندوات القيمة اهمية التنسيق بين اجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية وغير رسمية للعمل على رفع الوعي وتوعية التكنولوجية ومحل الامية الرقمية والنهاردة احنا بنتكلم عن الامن السيبراني والامن السيبراني دوت النهاردة هو يمكن هو الشغل الشاغل لأي دولة من دول العالم لان هو بيحمي مقدراتنا لان احنا نهاردة زم حضرتك تفضلت من غير التكنولوجيا التكنولوجيا بتفرد نفسها علينا ولابد من الاستعداد ان نواجهها فانا بطالب دائما حضرتك بلابد ان يكون لماذا لا يكون هناك مؤتمر واطل يضم قيم وقامات مثل التي نتشرف بها في هذه الندوة وتواجب وتقوم بدراسة وتفصيل وتحليل تلك التكنية الحديثة وصولا الى بعض التوجهات والاشهدات التي تلتزم بها الدولة ممكن برضو انا مش عاوز اطول على حضرتك في اكثر من حديث للسيدة الافاضل والسيدات قالوا ان احنا دايما بنكون رد فعل طب الى متى نكون رد فعل وحضرتك استاذ فاضل وفي جميع السادة الموجودين والمشاركين من الاستاذ التكنولوجيين وانا على صلة كتير بالمسا اي تي وعرف ان ملدنا مصر يعني مليئة وذاخرة بالكفاءات التكنولوجية والقانونية والفنية والامنية لماذا لا نقنن هذه الاستخدامات التكنولوجية ونرفض قلا نكون رد فعل ونكون فعل وننصق مصريا وعربيا في اقتحام مجالات التصنيع التكنولوجي والابتكار والابداعات التكنولوجية زم ما الصيني النهاردة زم دكتورة نشوة تفضلت وقالت انها كان لها موقف بالنسبة للفيسبوك الفيسبوك عشان يطبق عندها كون السيرفرز عندها عشان هي تملك انما احنا لماذا لا نملك لماذا نحن نملك التكنولوجي ونملك القدرة المادية والقدرة التكنولوجية والقدرة اللوجستية في جميع المجالات هي محتاجين دقسيم زم ما عليك برضو تفضلت ان احنا هنيجي في وقت ملاوات هلاقي نفسنا مجبرين على الدخول في هذه التقنيات الحديثة ولن يتكون لنا خائمة إلا من خلال التعامل التكنولوجي عبر الميتا فيرس والسوشيال ميديا وما لذلك فلابد ان نكون جاهزين ونكون نبدأ في خطوات الفعل ورد الفعل واعتقد احنا الحمد لله زم ما اشار الدكتور حجازي ودكتور محمد خلايف الحمد لله احنا مش هنبدأ من الصفرة دكتور احنا عندنا الحمد لله بدينا وقطعنا أشوات كتيرة جدا بس احنا محتاجين شيء من التنصيق ومحتاجين كمان اهم حاجة ما نكونش طاردين للكفاءات التكنولوجية اللي عندنا في مصر عندنا كفاءات النهاردة لسه سامعني احدى الشركات عملت فعلا تتواكب مع الميتا فيرس وعملت فعلا معمل الكتروني فيرشول للتدريب على اعمال مقاومة الجرائم والامن السيبراني وما لذلك وانا شاكر جدا جدا وارجو ان ما كنش طولت على حديقة الدكتور شكرا يا فندي شكرا 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 سيدة اليواء وهو دايما يعني الشأن اللي احنا عفيه حاليا وخطورة الامن السيبراني حتى هو بيطلق علينا الحرب العالمية الثالثة هتبع حرب سيبرانية وهي دلوقتي حرب بردة ما بين القطبين وربما القطب الثالث بقت امريكا وروسيا والصين في مناوشات كثيرة ووصل الامر الى ان جو بايدن اتكلم مع بوتين في التليفون على الهجمات السيبرانية اللي بتحصل على المصالح الامريكية اللي في ارضها وقال له يعني لازم ننصق امنيا في الهجمات السيبرانية اللي بتحصل من عندكو او بتبقى انتو بترعوها في دول اخرى يعني لان هي احيانا برضو لازم الموضوع مش لازم يبقى جاي من نفس الدولة فالموضوع الحروب السيبرانية ووجودها في ناس بيقولوا ده هي دي الحرب القادمة لا هي دي الحالية هي حاليا موجودة لكن نقدر نقول ان هي على استحياء لكن ربما يحدث وده طبعا برضو بعض توقعات الى الخبراء الامن السيبراني ولما دايما بيمدوا الخط على استقامته قالوا ان العالم ممكن يفنى من خلال الحرب العالمية التالتة واللي هي هتكون حرب سيبرانية لان كل الحاجات دلوقتي بتشتغل بانظمة فنية المفاعلات النووية القنابل الزرية المحطات المية الغاز الكهرباء كل الحاجات دي بتشتغل من خلال انظمة فنية فلو حصل تدمير لهذه الانظمة ربما يؤدي ذلك الى يعني تدمير كبير وربما يؤدي الى فناء البشرية لما نروح الميتافيرس الموضوع هو واكتر واكتر لان انت بتبقى يعني بتنسالخ من الواقع خلص وانت داخل جوه هذا الامر ممكن فيه مخدرات رقمية زي ما من 2014 ابتدى مصطلح المخدرات الرقمية وهي مجرد مجموعة من الموجات الصوتية اللي بيسمعها الشاب الصغير بتعمله نوع من انواع النشوة والسعادة وبعدين بيضمن هذه الموجات الصوتية وبعد كده تبقى مش عاملة نتيجة فيضطر ان هو يخش يشتري يعني كليب جديد علشان يكمل طب لما هنخش فيه الميتافيرس الامور دي كلها هتبقى ماشية ازاي احنا كده نعتبر يعني تقريبا خلصنا الكلام الاولى احنا ده عسنا بنعمل كيك كيك اوف كده ليه موضوع الميتافيرس ويه هنبتدي نتكلم فيه بعد كده بصورة تفصيلية اكتر ومعه زي ما بقول الاجي ايف يكون اتحرك وبنشوف برضو اول السنة مارك هيعمل ايه والصراع ما بينه ما بين الشركات المختلفة على الاستحواز على الميتافيرس عندنا مجموعة من الاسئلة او التساؤلات اللي ربما يكون اه تم الرد على بعضها ولو جزئيا بنتكلم على الدكتور محمد خليف حرك رافع ايدك او انا بس كنت اعيز اقول حاجة بضم صوتي لصوت دكتور محمد حجازي في موضوع ورقة العمل ده بس اعيز اوسع الموضوع اكتر شوية خليها تبقى task force تتعامل للموضوع ده تبقى think tank لان الموضوع هيبقى اكبر من ورقة عمل ولازم يضم يعني خبرات مرتبطة بالعلوم النفس وعلوم الاجتماع لدراسة الموضوع من جوانبه المختلفة ولذلك يعني احنا مش هنطلب الدولة حتى الجانب الامني ممكن يبقى فيه ممثلين له انا مش هنفضل نطلب الدولة بالتحرك في كل حاجة الدنيا بطيرة الاحداث صعبة جدا وسريعة ولذلك احنا نتحرك احنا كناس بتحب بلدها يعني ومتطوعين ان احنا نقدم الموضوع ده من خلال برضو تحت مظلة المجلس الاعلى للثقافة وتحت مظلة طبعا لجنة السخافة الرقمية ساعة اختراح انها تكون زي think tank او task force مؤسعة من 10-15 شخص فيت خصوصات مختلفة تطلع برؤية ازاي نتحرك مستقبلا ودية تبقى قبل ما نتكلم في اي مؤتمرات او اي حاجة ممكن تتعمل في هذا المجال فانا انا شايف ان دية دي اقترخ على الدكتور هشام يعني بادعم كلام دكتور محمد حجازي جدا في هذا المجال شكرا لخضرت تمام يا دكتور تمام احنا ان شاء الله لما هنقعد ونشوف السكيل بتاعها والميسيدولوجي او المنهجية وعايزين نوصل لايه في المرحلة الاولانية استاذة نشوة كانت تحضرك عايزة الكلمة انا برضو بأكد كلام دكتور محمد خليف ودكتور محمد حجازي وانا باشكرهم على الطرح اللي هم طرحوه القصة ان احنا مش عايزين نخاف يعني حتى بعض التعليقات كانت بتقول ما هي حتتفرد علينا حتتفرد علينا حنخاف لحد امتى هي القصة مش قصة خوف هي قصة ان احنا نكون قادرين على استقبال اي تكنولوجيا تتفرد علينا فلو حتتفرد علينا هتتفرد علينا نكون مستعدين لها وبالتالي على الرغم من اهمية اللي احنا عملنا النهاردة في منقشة حرة فهمت اللي تفرد علينا واللي هيتفرج علينا وهي المسجلة هو ايه الموضوع ايه المخاوف ايه الايجابيات لكن اعتقد زي دكتور محمد خليف ودكتور محمد حجازي ما اشاره احنا محتاجين ان احنا نكمل على الخطوة دي دي خطوة بدأنا بيها لازم نكمل علشان حتى نعرف هو الاعلام المفروض نعمل ورقة عمل للاعلام الاعلام المفروض يتعامل ازاي فيه هذا الاطار والتوعية به الجامعات والتعليم محتاجين يعملوا ايه في المدارس والجامعات علشان يبقى فيه حوار مع الشباب المجموعة بتاعتنا ديه ومن ينضم اليها محتاج ينزل ازاي للتجمعات المختلفة في المؤسسات في الجوامع في الكنايس في النوادي في مراكز الثقافة علشان نكرر كلمة التوعية اسفة لو يعني عملت مؤاطعة لكن كنت بحبة ان انا بس اأكد على جزئية دي اول خطوة لازم نكمل عليها بعد كده ما نكتفيش بداخل اشكركم محمد الزياد انا ممكن اول حاجة يعني انا فعلا يعني اوذاتي فكرت ان يكون في مؤتمر او يعني مؤتمر فلاش يعني مؤتمر كبير ندعو لي الجانب الامني الاجتماعي النفسي الاعلامي التربوي الثقافي بحس الخطاب الديني كل دول يعني اجتمعوا في المؤتمر حقيقي ونقدم للمتخذ القرار يعني الاستراتيجية بقليتها وما ينبغي ان يكون في معركة الوعي في مقابلة ما سيحدث ان شاء الله في المستقبل القريب اللي هو المفروض يعني الكلام ده هيصدر حدث ده تبقى لكلامك في يناير حتة ان التكنولوجيا غالية وان الاكسيسوريز الخاصة بالميتافيرسة هتبقى غالية تبدأ ان في ناس ممكن تبيع اي حاجة عشان نشتروا الحاجات دي عشان يجربوا عشان يدخلوا وممكن يجبروا اهليهم بالنسبة للشباب عشان ده يحسن يعني حتة ما هي غالية ولسه مش غافرة والكلام ده لا يعني هيخلقوها يعني انا وسطة بس هيخلقوها بدون وعي دبقى دي الكارسة فاحنا لازم نبتدي ما نستناش الحكومة لكن احنا يعني منظمات ان التمع المدني يعني تبتدي تشتغل احيان نبتدي نشتغل الجامعات فعلا انت واعي ولادها في عندنا ندوات تصطفية في عندنا مقرر تصطيفي المدارس يعني نبتدي يعني احنا مش عايزين يعني خلاص يناير على الابواب حضرتك فياريت ان احنا نشتغل في الموضوع ده وياريت الخطاب الديني يعني يا برضو يشتغل معنا في الموضوع ده ما يبقاش بعيد كل البعض ويمسك لي في قضايا غريبة عن المجتمع يعني اتمنى ان هو يجاري لاحداث الجارية شكرا شكرا دكتورة استاذة ناشوة حريك رفع ايدك تاني لا لا في العلامة اللي هي بتاعتني لا الصوت ميوت اكيد هو لطبيعة علاقتي بالتكنولوجيا هو مرفوع طيب احنا عبد الرحمن بقى لو نخش في الاسئلة عبد الرحمن سأل كذا سؤال وكلهم بيدوروا حوالين الامن الثقافي وبيكلموا طب الامن في المنطقة الدول العربية طب امريكا عندهم درجة امن اكتر عندهم تشريعات اكتر الوضع عندنا ايه لكن خلينا نسمع من عبد الرحمن ويبدو ان هو ممكن يكون من الشباب بقى من اصغر المشاركين معنا هنا وهو ده المستقبل فنسمع كده عبد الرحمن ايه الاسئلة ورأيك ايه نفتح المايك يا استاذ عبد الرحمن انا كنت حابة بس اخطيش ان ميتا بمعناها انها بيوند يعني معناها انها لازم تتخطى كل القرارات اللي بيتم ادخالها في العالم بتاعنا لان العالم البرماجي دايما بيكون مختلف ومتخطي لكل العالم الموجودة لان هو غير مدمج بالعالم الواقعي بتاعنا فمؤتمر انا اتوقع كلمة مؤتمر اول ملاحية يجيبها لازم يقول مين اللي احنا هنتخطى في المؤتمر مين صنع القرار اللي احنا هنتخطى عن طريق المايند بلون ستات اللي احنا هندخل فيها لما الميتا فيرس يدخل وامرج مع الواقع بتاعنا فيعني هتكون من نسبالي خطوة من صفاتها اهم سماتها انها غير حكيمة لدرجة انها هتبقى من ضمن احكم الخطوات اللي ممكن ناخدها في المجال يعني حرفين البرادوكس عالم البرادوكس نفسه بيدخل في عالم الميتا فيرس فالميتا فيرس مش بيتعلق بالبرادوكس على قد ما هو بيتعلق بالبرادوكس لان البرمجة بشكل عام عبارة عن ماسماتيكس والماسماتيكس بتعتمد على البرادوكس اكتر من السيستم شكرا جدا انكم سمحتولين انا دخل معاك تمام شكرا عبد الرحمن احنا برضو كان عندنا دكتورة ريهم وهي برضو زميلة عزيزة كانت بتسأل على مين المسؤول عن التشريعات ومين اللي هيبقى مسؤول عن إدارة هذا الأمر والبداية تبتدي منين سواء ريجوليشنز او قوانين واعتقد ان دكتور محمد يعني اقشار برضو لهذا الأمر انه احنا لسه مازدنا يعني محتاجين الى تنظيم أكتر للأطراف المختلفة وكمان لما نشوف هل هو هيبقى ميتا فيرس واحد ولا أكتر فعلشان برضو تبقى القوانين اللي هي تبقى موجودة او التنظيم ما انت ممكن تلاقي زي كل شركة من الشركات بتخطي نفسها سياسة استخدام فسياسة الاستخدام بتاعت الميتا فيرس بتاع الفيسبوك ربما تبقى اكثر تسهولا من سياسة الاستخدام بتاعت المايكروسوفت تيمز اللي عملها بيل جيتس وربما تبقى التشعاعات بقى الدولية او التشعاعات اللي في كل دولة تبتدي تتدخل في هذا الامر وده اللي بيحتاج دايما يبقى فيه تنظيم دولي بيتم مثلا من خلال الـ IGF او خلافه ان احنا يبقى عندنا اطار عام فريموورك كده جنرال ليجال فريموورك للتعامل في هذا الامر لانه شيء جديد على البشرية كلها زي ما كان من 30 سنة الانترنت نفسها كانت شيء جديد يعني احنا كانت دايما القوانين بتاعت الدول لا تتخطح حدودها لكن بعد من في بداية التسعينات بقى فيه حاجة اسمها انترنت وبقى فيه واحد بيعمل جريمة هنا وبتأثر فيه امريكا طب يتحسب طبع عنهي دولة طب هل فيه قوانين بتوصف هذه الجريمة وبتخطي لها نوع من انواع العقوبات ولا لا فدي امور خدت وقت على ما تمت برضو الدكتور شريف الفخراني بيتكلم على ان الموضوع تكنولوجيا وتشعاعات وهي القضية فعلا هو احنا دول اللي احنا مهتمين بيهم بدرجة كبيرة دكتور لكن انا اعتقد برضو الاهتمام بالمحتوى بتاعنا اللي يبقى موجود جوه الميتافيرس ده برضو امر مهم والجزء اللي كانت الدكتورة عزة بتتكلم فيه ان احنا محتاجين نعد النشأ والشباب للتعامل مع التكنولوجيات كلها ما يبقاش بياخد التكنولوجي من اصدقائه واصحابه ازاي يخش على هذه الامور لا انا لازم ادرسها لان بدراستها انا باخد العلم باصوله يبقى حتى لما يعرف يخش يبقى عارف منهجية الدخول ايه يعرف زي حركة نظرية عمل الجهاز يبقى عارف الحاجة دي من جوه بتشتغل ازاي وفي نفس الوقت انا وانا بشرح له الجزء العلمي انا بشرح له المحددات والمخاطر اللي ممكن تحصله ومنها المخاطر اللي هو يقع تحت طائلة القانون ودكتورة حمد الحجازي يقول لنا ان انت ممكن بتعمل الحاجة دلوقتي على الانترنت بسلامة نية وانت مش متخيل ان دي ممكن توقعك تحت طائلة القانون لكن تلاقي نفسك وقعت تحت طائلة القانون انا مثلا بشتم واحد بتوعد واحد بالقتل مثلا وممكن تعتبر تهديد بالقتل ولا أنا مثلا بتوعدوا بالقتل ومات فهاجموني يقولوا أنت كنت بتهدد أنك تقتلوا وتيجي تقول لهم أنا كنت بهزر أو أنا مش قصدي لا أنت العالم الرقمي ده مشابه للعالم الطبيعي بصورة كبيرة ولذلك احنا بنقوم بالتشعاعات الرقمية وزي ما الدكتور محمد قال إن هي محتاجة اللي تمت محتاجة مراجعة واللي نقصة محتاجة استكمال في مصر وفي المنطقة وفي العالم كله مش عايزة نسيت حد تنفيه الأستاذ أيمال حمودة برضو بيتكلم على أن الدول يعني المساحة بتاعت الدولة وحدودها الافتراضية تبقى عاملة إزاي يعني هل الميتافيرس هيبقى دول يعني أنا عندي مصر العادية ومصر الافتراضية وهيبقى هو اللي مسيطر عليها مارك أو أي واحد تاني ولا بتاعتنا ولا ما فيش دول ولا هو الموضوع هيبقى مجرد عوالم أخرى لكن لسه ما فيهاش الأمر ده هو مارك في الفيديو شرح أن الموضوع فيه خالص انت هنعمل لك جزيرة هتشتري جزيرة هعمل لك البيت اللي أنت عايزه نقعد نعمل اجتماع бизнес ميتينج زي ما إحنا عايزين لكن فيه تطبيق من التطبيقات اللي هو عاملها لأن هي كل التطبيقات اللي عاملها تحت تطبيق رئيسي اسم هورايزون أو الأفق فيها تطبيق للعمل وفيها تطبيق للتسلية وفيها تطبيق للشراء والبيع فيه تطبيق من التطبيقات اسمه هورايزون وورلد يعني العالم فهورايزن وورلد ده هيبقى فيه بقى مصر وهيبقى فيه الهرم وهيبقى فيه ليبيا وهيبقى فيه السودان وهيبقى فيه امريكا وهيبقى فيه بولندا ولا هورايزن وورلد ويتعامل بصورة تانية ومين اللي يقدر يقضي لو هو حط حاجة مختلفة أو حط الحدود بصورة خلافية مثلا على سبيل المثال قضاء كتير جدا جدا هتطرق لما بس نقرب شوية من موضوع وانا طبعا باتفق مع الدكتورة عزة ومع الأستاذة نشوى ان احنا دي البداية وان احنا لازم نكمل ونكمل بسرعة وانا لما كنت بقول ان الموضوع تكلفة وبتاع لا انا مش قصدي ان احنا ان هو هيبقى عائق قدام الناس لا هو مش عائق ولا حاجة زي ما الراجل اللي كان معا التليفون ابو حاجة وعشرين ألف جنيه ده وهو قاعد على رصيف وممكن يتصرفوا في حاجات زي كده لكن انا كنت بتكلم على وصول الميتافيرس للحجم بتاع المستخدمي الفيسبوك حاليا احنا حركة بتتكلم ان المستخدمي الفيسبوك دلوقتي اتنين وتسعة من عشر داخل على تلاتة مليار لكن ان احنا نوصل لكده هو ده اللي هيخد وقت حتى مارك نفسه في الفيلم بيقول ان بلاننج ان احنا على عشرين تلاتين يبقى عدد مستخدمي او المشتركين في الميتافيرس مليار ربما طبعا تبقى الرقم متفائل وربما يكون الرقم متواضع ويزيد اكتر من كده كل دي امور مستقبلية يعني في المستقبل القريب هنلاقي لها ان شاء الله اجابات انا في الاخر طبعا يعني انا بشكر حضراتكم جدا وبنحب ان احنا نستمع الى طيب فيه كانت دكتور محمد الزواهري كان رافع ايده حاليا هاي سقول حاجة دكتور ميوتد وفيه بعدها برضو فيه سؤالين على الفيسبوك طبعا انا بشكر دكتور زيادة على اتاحة الفرصة ان انا اكون موجود النهاردة بترحل الرابط على مدونته الشخصية وبجد انا سعيد بوجودي مع كوكبة من حضراتكم هو انا بس عشان ما اطلش على حضراتكم فيه انا ملخص بس مدخلتي في ثلاث نقاط او يمكن اقل كمان النقطة الاولية انا باتفت مع استاذة ناشوالحوفي في حتة اني لازم يقف فيه ميساق اعلامي لطرحل الموضوع في المنصات الاعلامية لان فعلا غير المتخصصين لو كلموا في الموضوع ده هيودونا في حتة تانية احنا في منقعنا ده حقيقي ويمكن دكتور حجازي يعني انا شرفت معرفته وهو عارف الكلام ده احنا اتنقشنا فيه يمكن قبل كده ان التكنولوجيا لما بتتنقش فيها غير المتخصصين بتاخد الناس منطقة غير المنطقة المطروحة ويمكن ده كنا مفوض من ضمن الفعاليات اللي كنا عايزين نتكلم فيها في احد المؤتمرات اللي هو كان هيشرفنا بوجوده فيها النقطة التانية برضو اتطافت مع دكتور عزة في حتة ان فعلا الناس ممكن تبيع حاجات كتير او انها تسمح انها ممكن تتنازل عن بعض الامور للحصول على الادوات الخاصة بدخول الميتا فيرس وده فعلا ممكن يدخلنا في منطقة وحتى يعني احنا شفنا الفترة او سمعنا الفترات اللي فاتت على بعض الجرائم الالكترونية اللي تمت داخل بعض العوالم الافتراضية في بعض الالعام منها قضايا تحرش منها قضايا تنمر منها قضايا اخرى فبالتالي ما نعتقدش انما الميتا فيرس يتعمم احنا بنتكلم في الوقت العالم الافتراضي كان داخل لعبة فما بالك اذا كان هذا العالم الافتراض داخل منصة للعالم او الواصل الاجتماعي زي الميتا او الميتا فيرس او اللي هو الفيسبوك سابقا وكم المستخدمين اللي هم يتخطوا حاجز الاثنين مليار او التلاتة مليار وكم التفاعل مع الناس مع هذه المنصات فممكن ده يودينا النقطة اللي هي منطقة بقى الجريمة المنظمة ان احنا ممكن نشوف داخل عالم الميتا فيرس مفيا جديدة ولكن مفيا الالكترونية كتير اتكلمنا على الارهاب الالكتروني وممكن ما يعني بنشوفه فيه من امور اخرى زي التجنيد ويمكن انا في احد الكتب كتبت ان 80% من التجنيد للجماعات المتطرفة بيتم عن طريق الانترنت او طريق التكنولوجيا وشوفنا وحضرنا اكتر من مؤتمر في مكافحة هذا النوع من الارهاب وشوفنا ايه كان بيكون التجنيد عن طريق ده عن طريق بس مواد وكانت برضو دكتور عزة اشارت لها مد مواد نوع من انواع التحفيز ان انا فيديوهات وده يمكن يعني كان لها الصبق فيها شاقا اللي هي مجموعة زي المتطرفة داعش في انها بدأت تعرض فيديوهات في عمليات الجرائم بتاعتها وعمليات التجهيز وعمليات التصوير بالسلماء اللي كانوا بيعملوه فانا مش عايز بس اقطيل على معاليكم ولكن الفكرة كله انا عايز اقولها ان فعلا انا بشد على ايد دكتورة نشوة في انها لازم يقفيني صاق وزي بيان يروح للقنوات والاماكن اللي هي منوط بيها انها تستضيف متخصصين في انهم فعلا يجيوا متخصصين عشان الموضوع يتنقل بشكل يرفع من وعي المواطن ولا يؤثر على عملية او زي ما اقول اننا من الناس المؤمنة بان المعلومة الخاطئة تشابه المعلومة النقصة ولا تقربوا الصلاة هي هي ما فيش صلاة فاشكركم واسف على الاطالة وبكرر شكري لدكتور زياد وبرحب بصديقي دايما دكتور محمد حجازي ومستمتعنا بمدخلة حضرتك شكرا دكتور محمد على المدخلة القيمة ديت وفعلا هي التساؤلات اللي حضرتك قلتها هو اهم حاجة ان اللي يتكلم في الموضوع يبقى المتخصصين وطبعا المتخصصين لان الموضوع ما هواش بيمس نقطة واحدة فاحنا محتاجين متخصصين في كل المجالات ولذلك كانت البداية بالتأثيرات اللي علينا كبشر فاحنا جايبين متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وفي العلاقات الانسانية والمهتمين بالشأن العام والتكنولوجي وبنتكلم على التشريعات مش كافي طبعا لكن هنحتاج فترة كمان وحنا عندنا حتى فيه سؤال جاي من على الانترنت من الأستاذة راوية بتقول على الموضوع بقى وتأثيراته الاقتصادية يعني الميتافيرس ده هيأثر ازاي على اقتصاديات دول زي عندنا يعني هم لو عملوا في الميتافيرس ده حاجة زي المزارات السياحية بتاعتنا أو المتاحف بتاعتنا أو كده وبيعرضوها وأنا أقضيهم ازاي ولا هل ده هيأثر على السياحة الحقيقية اللي أنا موجود فيها دلوقتي في مصر أو إن حد يروح شرم الشيخ ويستمتع بالجو الدافئ بتاعها في الشتاء ممكن هو عايز يشوف المناظر الطبعية دي ويشوف هو قاعد زي ما أنا بقول هنا دلوقتي إن احنا ممكن نتقابل كلنا كلنا كده وإحنا عادين نلبس النظارات ونقعد كلنا تحت بورج إيفل أو نقف نطلع فوق في نيويورك ونتفرج على المنظر طيب ما هو برضو ممكن يقولك أنا هلبس النظارة وبقى شوف المقهرمات وابو الهول وانزل معبد الكارنك والبتاع وخلاص من غير ما أتحرك فإحنا برضو دي محتاجة نوع من أنواع الترتيب في الجزء الاقتصادي برضو بقى في عندنا الدكتور علي شوشان بيحاول يطمننا شوية فبيقول ما فيش داعي للمخاوف المبلغ فيها إحنا دايما بنقول القدم أسوأ القدم أسوأ وما بقى أسوأ ولا حاجة جرى إيه يعني فلا طبعا متشاكلين يا دكتور بس لازم يكون يعني جاهزين لأن هو مش أسوأ ولا حاجة هو إن شاء الله يكون أحسن وإن شاء الله بحضراتكو وبنا وبالندوات اللي زي دي بالوعي وبنشر الوعي بصورة كبيرة نقدر أن نحنا نزود من الفوائد اللي موجودة في هذه التقنيات ونقلل من الأثار السلبية وما ينفعش أن حد يقول أنها تبقى الأثار السلبية صفر مستحيل تبقى صفر لكن نقللها بقدر الإمكان ونزود قوي في الفوائد بتاعة التكنولوجيا أنا زي برضو ما بنقول لو إحنا الجيل القديم من أنا كنا زمان الواحد ممكن يقعد أسبوع يدور على معنى كلمة أو معنى مبدأ معين concept معين لأنت عارف أروح في أنهي مكتبة أدور في أنهي حتة علشان أوصل لأني حاجة ولا أسأل مين وتطلع حاجة بسيطة دلوقتي حضرتك بتبقى قاعد في اجتماع والناس بتتكلم واحد بيقول كلمة أنت مش عارف الكلمة دي إيه في ثانية بتطلعها على جوجل وبترفع من مستواك وحصلتك المعرفية وتقدر تتناقش معاه في الموضوع دي حاجة كانت بتاخد أسابيع وشهور وأحيان الواحد كان بيفشل أن نوصل للحاجة دي زمان فإحنا لازم نبص للتكنولوجيا بفوايدها بالصورة دي وآه فيه حاجات سلبية بس بقدر الإمكان إن شاء الله نحاول نقلل من آثارها علينا أنا في النهاية طبعا يعني محتاجين أن احنا نسمع الدكتور هشام عزمي أمين العام المجلس أعلى للثقافة وأنا بشكر حضرته برضو على التحمس للقضايا المرتبطة بالتحول الرقمي ورعايته لللجنة عملنا قبل كده عن حياة كريمة رقمية في بداية ما أطلقت وبرضو الحمد لله برضو إن فيه سابق فيه الحديث عن الميتافيرس وبهذا التنوع ويعتبر دي أعتقد أول ندوة بنتكلم عن الميتافيرس وفيها تدخل من الجمهور يعني حتى الفترة اللي فاتت كان الميتافيرس كان فيه حد بيطلع في برنامج أو يكتب مقالة أو كده لكن ما كانش فيه تدخل مع الجمهور ويقدر إن هو يتفاعل بالأسئلة بتاعته ويطرح التخوفات ويطرح الأمال اللي في المستقبل فضل دكتور الشام شكراً للمهند زياد وشكراً لكل محدثين الأفاضل الأستاذة نشوة والدكتور عزة والدكتور محمد خليف والدكتور محمد حجازي الحقيقة أعتقد أننا استمعنا إلى كثير من المخاوف وكانت نزعة التشاؤم غالبة والحقيقة أيضاً أنه هذا يعني إن كان لنا أن نأخذ يعني درس من ندوة اليوم فلعل كل ما استمعنا إليه يكون حافز أكبر لمزيد من الاستعداد ومزيد من الجاهزية ليس خوفاً وليس قلقاً لأنه كما اتفقنا جميعاً فإنه هذا الوافد الجديد قادم قادم أنا الحقيقة لو سمحتولي يعني بعض التعليقات السريعة جداً على ما قيل وما ذكر لأنه في أشياء الحقيقة مهمة جداً دعوني أبدأ بالبداية الفيسبوك وأرجو يعني إن إحنا نسترجع كده معاً البدايات كيف بدأت وكيف تطورت حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن فيسبوك بدأ تكست بدأت على استحياء يدخل موضوع المالتي ميديا بارشلي ثم أتطور الأمر إلى إنه يصبح فول مالتي ميديا بلاتفورم بكل ما تضمنه ذلك من وربما يحدث هذا للمرة الأولى في تاريخ البشرية اللي هو إيه إنه الأفراد يضعوا كل معلوماتهم وبياناتهم طواعية على هذه المنصات سواء كانت صور سواء كانت أفلام سواء كانت اعتفالات بيانات شخصية والحقيقة أنني عجست وفي الحقيقة لقاءات متعددة وندوات كثيرة كنا نطرح السؤال يا ترى ما مستقبل البيانات والمعلومات التي نضعها طوعية على مثل هذه منصات بعد عمر طويل إن شاء الله كل بيانات اللي حضرتك بتخطها كل الصور كل المناسبات التي تحتفل بها وكل ما يخصك اجتماعيا ورياضيا وثقافيا وكل شيء موجود والحقيقة الموضوع الآن لا يحتاج إلى إدارة مخابرة ولا أي شيء لأن كل المعلومات متاحة ولم نفكر كثيرا في مستقبل هذه البيانات مهد زياد أنتقل نلاحق مثلا من ارتكب جريمة وهو أفاتر بالمناسبة وليس الشخص نفسه وإن كان يعبر عن الشخص والحقيقة أنه ذكرني بواقعة وأنا يمكن في الافتتاحية ذكرت الساكن لايف والحول الحضراركو ده واقع حدثت في هذه الفترة يمكن أكثر من 15 سنة أنه وأتذكر أنها يابانية أقدمت على الانتحار لأنه كانت الآفاتر الممثل لها مع آفاتر لشخص آخر كان يعيشها قصة عاطفية ثم الآفاتر حصل أنه لم يستكمل المشوار فأقدمت هي على الانتحار كان الحقيقة قصة على الرغم من أنها تبدو ضريفة وطريفة لكن الحقيقة المعاني والدلالات وراءها عميقة جدا من المسؤول في هذه الحالة وإذا كنا بنتحدث عن الميتافيرس كتطور جديد للساكن لايف كما اتفقنا مع إمكانات أكبر وقدرات أكبر تتحها التقنيات المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر لكن تبقى الإشكاليات واحدة موضوع الجانب المجتمعي والسلوكي والنفسي في غاية الأهمية أنا الحقيقة أشفق على جيل سيعيش واقع مرتين سيعيش واقعه الحقيقي وسيعيش واقعه الافتراضي والمعزز إذا أردتم والمزج الذي يحدث وقد يؤدي إلى صعوبة وخلل نفسي في كيفية التمييز والتفرقة بين ما يعيشه واقعيا وما يعيشه افتراضيا إذا سلمنا أنه حتى بعد سنوات طويلة هيصبح الأمر هو الكمن وهو البراتفورم الأساسي اللي بيتعامل الناس من خلاله فأعتقد أن الجزء الجانب السلوكي والنفسي مهم جدا 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 إعدت كتابة التاريخ يعني الحقيقة نقطة أيضا في غاية الخطورة لأنه إذا افترضنا أن هذا الميتافيرس سيكون يمكن أن يجسد أماكن ويجسد شخص ويعيد تقديم ما حدث أو ما كنا نعرفه بالضرورة معبرا عن أحداث تاريخية واقعية حدثت بثوابت معينة ويراد لها أن تتغير من قبل آخرين فالحقيقة هذه النقطة أيضا نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا الحقيقة أنه يعني أنا متفق تماما وأنا أطمئن الحقيقة كل السادة الأفاضل الدكتور محمد الحقيقة كان بيطرح المخترح أنا سجلت أمامي مجموعة من الملفات هذا الموضوع لا ينبغي أن يترك هكذا ولابد أن يكون هناك نوع من تحديد المسئولية الأونرشيب وهذا لابد أن يتم على مستوى يعني الدولة لأنه التدعيات ستكون كثيرة ولدينا ملفات متعددة لدينا ملف اجتماعي لدينا ملف سلوكي نفسي لدينا ملف اقتصادي لدينا ملف تشريعي قانوني لدينا ملف متعلق بالأمن القومي لدينا ملف إعلامي وثقافي وكل هذه الملفات لابد أنها هي تمتزج معا لا يمكن أن نعمل كل ملف أو كل لجنة ستكون مسؤولة عن ملف بما أعزل عن الأخرى أنا بالحقيقة فكرت في ستيرين كوميتي أو في لجنة تكون مسؤولاتها الأساسية هذا الملف والأونرشيب تكون لهذه يعني كتابة الملفات وتقدم لما يمكن اعتباره استراتيجية موحدة تخدم الحكومة وتأخذ بها من أجل التعاطي مع هذا الوافد الجديد في المستقبل القريب وعلى المدى البعيد أيضا لأنه إذا ترك الأمر على هذا النحو سنظل في موقف المتلقي دائما والمستقبل دوما ولا نعلم الحقيقة ما يمكن أن يجري نستمعنا إلى أشياء كثيرة اليوم قبل أنه يكون واقعا فعليا على الأرض فما بالنا عندما يبدأ ويبدأ المشاركات ويبدأ الجيل الجديد في الانخراط فأنا يعني بأطمئن حضرككم أنه إحنا لن نترك هذا الموضوع أنه يعني من خلال طبعا لجنة الثقافة الرقمية وأيضا اللجان الأخرى في المجلس الأعلى للثقافة كلهم فيه تخصصي سيكون هناك يعني تعاطي مع هذا الموضوع بجدية شديدة جدا وسترفع الأمر لجهات الاختصاص من خلال يعني الوزارة لأنه أعتقد أننا يعني نحتاج إلى الاستعداد كما ذكرت بداية ونحتاج إلى الجاهزية مرة أخرى أبتقدم لحضرككم بجزيل الشكر والتقدير على هذه المداخلات القيمة وبتقدم بكل الشكر للمهندس زياد وللجنة الثقافة الرقمية على تنظيمها لهذه الندوة ونراكم بإذن الله في ندوات أخرى قادمة بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا فندم وحب في نهاية الندوة طبعا أننا نشكر السادة الحضور ونشكر ضيوف الكرام للدكتورة عز فتحي أستاذ مناج علم الاجتماع بجامعة عين شمس الكاتبة الصحفية أستاذ ناش والحوفي مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر والدكتور محمد خليف استشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنيا المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة وأخيرا وليس أخيرا صديقنا العزيز الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات بوزارة التصالات وتكنولوجيا المعلومات متشاكرين جدا لحضراتكم ونرتقي دايما على خير مهانز زياد لو سمحت لو سمحت لي بس كلمة أخيرة اسمح لي بنيابة عن الحضور جميعا أن أشكر القائمين على تنظيم هذه الندوة من الزملاء في شباب أمانة المؤتمرات والأستاذ وائل على الجهد اللي قاموا به في تنظيم هذه الندوة لكي تخرج بهذه الصورة وشكرا جزيلا شكرا معلش وستاذ وائل ما خدتش بالي حوال أهمك يا دكتور شكرا لحضراتكم جميعا وأنا برجو طبعا شكرا لكل الحضور وكل المشاركين وبرجو من جميع المشاركين إن هما لو يقدروا يشيروا اللينك بتاع الندوة من على الفيسبوك موجود على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب ياريت حضراتكم تشيروها على صفحاتكم الشخصية حتى يتسنى لجميع المهتمين بالموضوع من تلامسة أصدقاء حضراتكم وتابعتها شكرا لحضراتكم ونلتقف ندوة جديدة إن شاء الله بتقاهم في المجلس الأهل للثقافة بأمانة دكتور إشام عزمي وتحت رعاية وزارة الثقافة دكتورة إيناس شكرا نتصبعها لك يا رفا شكرا لك يا رفا شكرا لك يا رفا